الله ينصيب يا فريد لا تكون فعلا زي ما بيقولوا بتنسب علي وبالدعوك على الفاضي اه يا مجدي انت فئن خلاص تصوير يعني؟ طوحات ابوك يا مجدي تاخد تاكسو وتجيلي تعال خدنا انا مش قادر هتلمع العصابي ومش عارف السبب يا مجدي شرفنا نفاي ده تعال يا اخي خدني وخلاص ما تعرفش يعني اه انت يا راجل الجنين انت في عقلك عايز تسيب العمرة يومان وتشيبني الهم ده كله لوحدي وانت ما تعرفش انت رايح فان ياوليه ياوليه اكتمي بقى اله يا ربنا يحرايه بجهز واسخ بولولوم 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 وانا قلت يعني ان انا هسيبك لوحدك انا شيعت اجيب الوقت حمص من شرق السودان او متلقى حينك قدينه اسبوعين دلوقتي ما نجيل شغل بعد البلدية ما شلت له الكشك بتاعه او ييجي ويشوف طلبات السكان ويحرص البوابة لحد ما ارجع وانت اي حد يسألك من السكان عني قول ان ابن عمه مات ونزل البلد يدفنه وياخد العزي هو ابن عمك ده اي هيموت عشرين مرة يا خوي اقعد ويشوف مصلحتك وبطل طنطيت يا بيت تفهمي بقى هو فيه مصلحة انقح من المصلحة اللي هتحصل دي يا خرفان انتي مصلحة انما ايه نقلة العمر اللي قطعت نفسي عشر سنين يا انهاري سويد اللي هو ده الموضوع اياه لا بس ايه النوبة دي جاية جاية بعون الله حدة عفريد يا بيت جن مصور انتي ما شفتهوش مواه يا لاحوي يا لاحوي شيوختاني يا سعد انت يا راجل ما حواشي فيك اللي جارالك من وراهم اتشاهلو يا رجال يا رجالك ويكلي يا رجال زمنه جاي خلاصة مش مهنش ودرنا بالزبط ونصف الساعة بالتجربة ما تخلص يا عامل حصال انت ايه برجيك ايش احسن مقولك يا دونك ايه دونك اوي ايه يا شاهية بقولك ايه يا سعد جالك طب بقولك ايه اخلو بتاع ربع نص ساعة لربع كده على قد ما تقدر ايه يا شاهين اتمشى شوية خدلك كروز خشلك اي سوبر ماركو هاتلك سناكس اقولك اقولك افتح كبوتو العربية وفتحو ثلاث اربع مرات ويلعب جوا شوية واستنى مني رن سلام يا ستوبت مالفين الاخي فريد بيقولها هيتابع معنا بالتلفار خطوة وخطو ايه ودنفع وفي حاجة ما بتنفعش عند العفلية يا شخ عكاشي ايوه بس ايه لازمته طيب البلوس اتدخل في الموضوع وطلب من الدكتور يجيب له الامان من رئيس المباحث شخصيا جبله ويظهر في الشغل ايوه طب بقولك ايه الغواني يا سعد ايه بيتاجر ايه بيتاجر في الغواني يا سعد بيتاجر في الغواني يا سعد ومقصورا بيتاجر في الغواني يا سعد بقولها ثلاث مرات بيتاجر في الغواني يا سعد ما تشاهلوا يا رجالة شوية خلاص خلاص طب خلاص سيب اللي في قديك وتعلالي فوراً دوريت يا محمودي انت بتستهبلي سيبه ألمع الأمنا وتعلالي انت في مشوار لازم تطلعه بكرة الصمحة انت هو أشرف فيك لازم تعرف تفاصيله دلوقتي يالله سلام يستنيك خير يا مدوش في حاجة ولا ايه بقول لك يا أشرف عايزك في معمورية غريبة شوية انت تقمر زعيم وإحنا ننفس هتاخد معاك محمود وثلاث عيال خفاف ومخوم صاحي ما تجبليش عائلة تلحم وبواز للشغل يا أشرف ما تلاقي أشياء باشا موجود عظيماً عايزك تطلع بكرة الصبح من بدر على النيابة طريق بيها يارض على المحام العام ويديك إذن تسجيل ومرأبة أول ما تقفش الإذن ده في إيديك تتصل بيا فوراً طب مش هفهم الحوار يا باشا عشان عارف تصرف مش لما فهمه أنا الأول يا أشرف مش هينفها للأسف ما قدرش حاوله أي تلفونات دلوقتي وطيفاً شريك بيه جوه؟ أهلاً يا دكتورة شريك بيه جوه؟ أيه موجود بس هو عنده وآه اللي عنده إيدي يا أنا أنا أساكي حيوان عندك حقك أهلا البيع عنده حالة حب هكلمت إيه؟ أهلاً يا شاهد إزايك؟ وقفة كده إيه مضغوري سيادة كملت حبيلي في التليفون وسيب الدنيا تولع باللي فيها فيها يا شاهد أنا مش فاهم حاجة ولو كنت كلفت خطرك وردت على الويتنج اللي بيجيلك من ساعتين كنت عرفت أني بنت اختكت أبعد عليها ومحكوشة في القسم إيه؟ إزاي يا؟ هو إيه إزاي؟ حد قال لي ساعدتك إن القضية تقفلت ولا حاجة؟ ما أنت عارف إن النيابة أفراجت عنها المرة اللي فاتت بشكل مؤقت وقارت جداً يجبوها تاني في أي وقت أيوة بس أنا كنت فاهم إن المشوارين اللي انت عملتهم لغاية مكتب النايب والدخلية هيلموا الموضوع يلموا الموضوع؟ فيه إيه يا شريف؟ انت فاكر نفسك بتتكلم عن مخالفة مباني؟ دي جناية قتل يا باش مهندس تبقى مصيبة لو كنت بتدير مشروع الأدوية لأنا سيبهولك ده كله بالعقلية العظيمة دي شاهي من فضلك ما تخرطيش؟ بلا شاهي بلازرت بقى يا أخي حرام عليكم انت قريب جداً هتجيبو شاهي دي الأرض وادحاتوا الدنيا كلها عليها أنا أول مرة بحياتي أشوف واحدة شاهلة المصايبت كلها على كتافها وكل إن بحياتها رجلين اتنين بس مفيش غيرهم واحد هايف ومضمن ستات والتاني لاسع بيطير حمام موسيقى 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 ايوه بس انا هروح لمين ولا لمن دلوقتي لبنتي اللي محبوسة في القسم ولا للمسرحية الغريبة اللي في المهندسين ولا للاربع حالات اللي مستنين اشارة من حضرتي علشان يدخلوا العمليات وان المستشفات الحكومة اللي بيرنوا علي كل يوم الصبح من ضغط الناس ودلابة اللي مفيش استشاري محترم عبرهم من خلصة عشرين دي مش مشكلتي يا بش مهندس انت تضبط نفسك وموعيدك بالشكل اللي يعجبك انا كل اللي يهمني دلوقتي انك تخرجني من الكرسى اللي انا فيها اتيه وفي اسرع وقت ممكن اوكي 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 بس ممكن تهدي تعالي بقى انا اقترح على بعض ونشوف ايه اللي ممكن نعمله في الاربعة يام دول هو حل واحد مفيش غيره اللي هو نعرف مين اللي قاتل الكلب الاسمه فؤاد عاوني ده باي طريقة او في اسرع وقت هو اللي في اسرع وقته باي طريقة ما تعقل الكلام شوية يا شاه ما ينفعش كده يعني المباحث والنيابة شغالية عالفاصولة دي ميساعد مجرين متلات حصلت وما وصلوش لحاجة احنا بقى اللحلح لها في كام يوم؟ النيابة والمباحث عاوزين يقفلوا شغلهم ويريحوا دماغهم من القضية وشاهل بالنسبة لهم شماعة متفصلة وجاهزة عالتلبيس يتهبوا نفسهم بقى ويدوروا على غيرها ليه؟ كلام معقول برضو ايو بس احنا مفيش فقدنا اي خيوط توصمنا لحل القضية دي مانا بقى جيالك النعاردة ومعايا اهم خطف القضية كلها وسافت من الصبح ما تتكلمنه؟ الاستاذة عزت لما قرى شهادة البنت السكرتيرا بتاعت فؤاد عوني دا لقاها بتقول في التحقيقات ان فيه خناقة كبيرة جدا حصلت بينه وبين المدرب اسمه نادر سمارة دا قبل ما شاد تخشله بخمس دقايق وحصل بينهم تهديدات جامدة جدا شاهد عليكي نفس الكلام وبعدين؟ هو قيل له وبعدين انا بقى متأكدا ان هو اللي عملها او اجر حد يقتله بعد ما شاهد نزلت من عنده طيب وعلى افتراض ان دا اللي حصل احنا بقى هنسبت ازاي الكلام دا؟ نسبت ايه؟ هو في وقت نسبت ولا نتنيله؟ مال هنعمل ايه؟ ولا حاجة احنا هنستفيد بالخبرة اللي سيادتك اكتسبتها نصر محا عالكبريهات وهنستخدم علاقتك العظيمة بالبلطجية اللي انت مأجرهم دلوقتي عشان يزبطولك الدنيا قبل انتخابات المجلس اللي انت هتخشها كمان شهرين الكلام اللي انت بتقولي دا يا دكتورة بقى انت عايزاني اعجر بالطجية يمشو ورا نادر صمهرة دا ويرقبوه ويعرفو يبنوح فين ويروح ازاي؟ وبعين يختفوه حلقوله شعره على بقى ان بقى ما نسبت اسمع يا شريف انت اخوي الصغير وانا فاهمك كويس قوي وعينك ما بتشوفش غير مصلحتك وبس عشان كده هجبها لك من اخر قدامك طريقين عشان تساعدني اخرج بنتي من الكارسة اللي احنا فيها دي يا اما بقى تمشي بسكة نادر صمارة وتتأكد انه هو اللي عملها وتجبهولي معترف يا اما تقدم للنيابة دليل محترم مفهوش كلام يا اما تنقش بقى في جربك القديم وتطلع لي واحد معدوم وضايع من الاوباش اللي كنت بتقعد معاهم ايام الصياعة وتشيلوا الحكاية كلها قدام شيك بخمسة مليون جيني خمسة ايه اللي بتقولي ده شايني انا لسه ما خلصتش كلامي بعد ثلاثة ايام من دلوقتي لو ما حصلش اللي انا بقوله ده تجيلي كده البيت او المكتب من سوكات ومعاك فايل بكل حسابات الشركة وبفلوسك اللي برا واللي جوه ومفتاح عربيتينك وشالي الساحل شاينيز اسمعيني والملحوظة بقى اللي لازم تاخد بالك منها ان لو بنتي دخلت السجن بتغمى زي دي اول واحد هيضح بك هو الحزب بتاعك وانسى انك تترشح في دايرة بعد كده طول عمرك او تاخد ربح كرسي تحت القب موسيقى ألف مبروك يا حبيبتي ألف مبروك ايه ايه اللي حصلت النيابة قررت اخلاق سبيلك بدون ضملات والله الله وطارق بيبي يقولك مش هازيني شوف وشك الحلو ده هنا تاني موسيقى بابا انت بتغيث؟ متاعب اللي وردوا لي يا بنت الرفدي موسيقى انا اسفها بابا عشان تخطر انك تزعلش منك بس ايه دا؟ دا انا بابتي طلع جامد قوي اخر حاجة اخر حاجة ازاي يعني مش فاهم لا دا اكسبريشن كده هبقى فهمولك بعدين تمام المهمة بس انا كنت عايزة اسألك على حاجة هو انت كده خلاص ما تعرفش حاجة عن امنية الراجل دا يا حببتي دا راجل حبيط ما حدش فاهم منه اي حاجة عمال يجيب كلمة من هنا وكلمة من هناك ويه هرتل يهرتل؟ اه عمال يهيس سليمان المهمة يعني طارق بيه مقدرش يوصل منه لأي حاجة بخصوص صحباتك تصوري كمان ان المباحث اكتشفوا ايه؟ ايه؟ اكتشفوا انه دخل الامارات العقلية قبل كده مرتين مش ما اقول شفت يا ماما مش انا قلتلك ان الراجل دا بيخرف مش وقت الكلام دا يا حبيبتي ايوة بالزبط يا حبيبتي احنا مش عايزين ناس بقى الاحداث خليه على الله وانا عمى بالله ايه ده تاخد شوية لب؟ ايه لا مسينيه ليه بس ده جامد جدا جامد قشر حالي اوه لو سمحت انا من حقي اعمل تليفون وابلغ مامي حاضر يا روح مامي هتعملي كل اللي نفسك فيه ولازم يكون معايا محامي واحد بس دا احنا نجيبلك النقابة كلها الله الشراس المرح لسه هنا ايه مروحتوش ليه؟ انا مش بديلك مفتاح الشقة يا سامي ايه واي عمي الكيف تاعي شوقها معانا بس هوا بس الماب بتاع الطريق هاي اللي مش معانا اه فاتتني دي صاح عندك حق هي فعلا دخلة البيت ملعبك شوية ولا يهمك يا دكتور لا بس ما شاء الله ما شاء الله يا عمي شاهد كبرت وبجيت موز ما تتلمح يا حيوان انت انت عتعكس البدت قدامي لما وزي لما وزي عمي اه زيك يا سامي وزي مامتك وباباك احنا متشكلين قوي على تعبك معانا يا حبيبي لا والله مفيش حاجة ان شاء الله بقى يا سليمان ايوة ستة حاضر حنمشي بستعجلة على ايه؟ مش لما عرفك الاول على الشقة وكاشة موني؟ دي دكتورة شاي ايه ده بابا انت هم قابلين عليها ليه انت انت مش قلتلي يا حضرتك انت شاهد لو سامحتي مش عايزة ولا كلمة دلوقتي للا بينا سليمان بقى لا لا استني يا مام استني يا مام لا سمح موني انت لك علاقة باللي حصل ده؟ الكلام اللي بيقوله الرجل ما وض بجد يا موني؟ يا حبيبتي ما يفعش كده سيب الناس تشوف شغلاء ولا ما يخلص التعيحة يا بابا انا لازم افهم لازم اعرف مني السجر في اللي حصل لده كله المرمطة دي؟ شاهد انا قلت مش دلوقتي يا شاهد؟ بك يا نفا كله يا ماما عشان محطري موني ردي علي يا موني انت لك علاقة بالحصل ده ردي علي يا ماما انت مش عادة تبصلي مش عادة تردي علي لا بيستمده يا حد يا شاهد تعالي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى كم يا سليمان؟ ارتفاع وسيد بس طبيعيًا تلايش طب يعني ممكن اديها حاجة ته؟ لا 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 مش عايز اديها اي حاجة كفاء عليها المناوم الخديج احنا بس ممكن انا هنرفع دماغرس شوية فتا عشان ما تصدعش بص يا سنة بقى انت تسيبها نايمة براحتها خالص وعايزك اول ما تسحى تغسللها عاودين كرات كرات هي يا سلمان هنجيب الكرات من اين احنا هنا مش في الغيط طيب خلاص اسف اعمل لها ايس كاركادي حلو كده؟ هعمل لها كل حاجة في الدنيا والله المهم انها رجعت لنا بالسلامة اروح افضر العشاء هنا اه يلا بسرعة وانت كمان يا سلمان سبها بقى عشان ما تقلقش احنا ما صدقنا الو ازايك يا دكتورة صفاء ايه الغيبة الطويلة دي؟ لا 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 انت كده عملالي عجز كبيل في الناس حقك علي يا شهد انا اتأكد دلوقتي ان انا السبب في كل اللي جرى لك بس والله يا بنتي انا زي زيك بالزبط وعمري ما خدعتك في اي معنى جميل ربتك عليه انا صحيح كنت عارف ان الدنيا فيها الحل وفيها الوحش بس ما كنتش هتخيل ابدا ان الصورة غمق اقاوي للطرقاتي صدمتك فاق عزي صديقة ليكي ما تقلش ابدا عن خيبة املي في الدنيا كلها غزبا عني والله يا فندم اصلا اجوزي فدولي شوية كل حاجة يسمعها مني مايرتحش غير لما يعرف تفاصيلها لا غيرت ايه الدكتور سليمان ما بيركز في المعاني العاطفية دي ياه ربنا اخليك يا فندم ومرسية على زوءك اه فعلا حصل انا اتصلت بشاكر النهاردة وباللغته الحمد لله ان المشكلة انتهت اه انا جاهزة تماما ready any time اوكي فاين طب تحب حضرتك نعمل confirm قبلها ولا طب استأذن حضرتك اكلمك كمان شوية مع السلام رايح فين يا سليمان رايح تماشى شوية تتماشى ساعة اثنين ونص بالليل انت متهبتش من الجاري اللي جريته يا راجل انت اتعشى يا سليمان ونملك كم ساعة عندنا شغل كتير الصبح ياهها ويه بقى شغل 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 ما يا شاينيس كتير يعني علي اشم نسمة هوا اتنظف صدري من العفرة دي قبل ما ارجى احط الكماما على وشي واضبت بساعة ثاني مش معقول بقى كده الله! ساتر! وانت مالك يا ابن انت انت شترتني ولا ايه؟ ما ترد على بنتك يا ستفاروق لاحسن والختمة الشريفة انا لو رديت لا رد! رد يا حبيبي انا عايزك تفك عن نفسك وتوريني هتعمل ايه؟ ما تلمي نفسك شوية يا بيت واستعباري وجود يا بيت يا بيت تشافاش انشلحتي يا بيت؟ ولا انا اللي مش ملع عيني وهتملع عينها ازاي عم الاسطة؟ وهي بطران على اهلها وعشتها وخطيبها ودايرة تتنطت ليل ونهار في الشوارع عشان يلوه عليها استاذة ويطلع عصريتها في الجرانين في الجرانين؟ طب علي يا رب بقى وارحمني من لانا فيه يا ولدي اخدوا الشيطان بقى واستاهدوا بالله طب وحيات النبي دي عين عين ومرصودة ومتناشينا عليكم بالزبط وانا عارفة بقى من اللي عاملها اه اه يا روحي يا عين علي ايه يا امي؟ هيحصدونا علي ايه؟ ياما يا فوقي بقى وحس بالعذاب اللي انا فيه عذاب؟ استغفى الله العظيم اسمعي بقى يا بنت الناس يا ودي اسكن ومتبقاش غشيم مانا قلتلك اني مش بيقديها اه ده بس انت كده واشرب الشاي وانا هقولك علي فيها قولي هنا رايحة فين؟ لازل ايدك يا ابني فيه ايه؟ مين اللي بيتصل دلوقتي؟ شغل يا بني ادم شغل شغل؟ طب رد على الشغل قدامنا يا ستة كاتكوتا ايوة اساس جنال ازاي حضرتك؟ لا انا في البيت تب اسمعيني كويس اوي يا عبير انا حديكي فرصة خطيرة جدا لو عرفت تستغليها حتوفرها على نفسك مشوار طويل جدا بجده بالنبي يا استاذ ربنا يخليك يا رب ايوة ايوة طبعا عرفاه ده انا حتى قبل كده كنت حاولت اخد منه ربرتاش صغير كده وبعدين ايه؟ اتقتل؟ اتقتل ازاي؟ اش ممكن؟ بنت الدكتور سليمان؟ ايوة بنته والنيابة بتحقق معاها دلوقتي مش معقولة محزن انت بتتكلم جد ولا بتهزر انا هستفيد ايه من اللي يزار في حاجة زي دي؟ طب ازاي؟ وقامت؟ المعلومات اللي عندي من الداخلية بتقول ان واقعة الاتل حصلت ما بين الساعة اتنين لتلاتة صباحة تلاتة؟ يعني هوة لسه في العملية؟ او بعد ما خلص بحاجة بسيطة؟ تقريباً انا مش مصدقة الحكاية دي مش معقول بنت الراجل ده تعمل حاجة زي كده أبداً بالعكس ده هو ده المعقول ابا هامة جيه ودماغه لسعة وامه مغرورة ومتسلطة وبتعشق الفلوس هيخلفه ايه غير بنت منحرفة وسلكها غير طبيعيه ايه نابرة الشماتة ديه محزن؟ انت لسه برضه بتهاجم الراجل بتعمد هانته بعد كل اللي عملوا معنا؟ وهو عمل ايه يعني علياء هانم؟ ده شغله واكل عيشه اي دكتور تاني مكانه كان هيعمل العمل واكتر سيبك من الكلام الرومانسي ده وخلينا في المهم انا جيتلك بعد معرفت اللي حصل عشان نرتب نفسنا على الظروف الجديدة نرتب نفسنا فينا مش بقى امين لازم يتنقل مستشفى تانية بعد ما يطلع من الرعاية كمان لازم نحدد الدكاتر اللي حتابه وعالته بعد كده ما تنسيش انه خلال ساعات البلد كلها حتتكلم على فضيحة سلمان العيريني وبنته ومش من اللق يعني ان دكتور زي دي تعرف يا محسن لو كان الدكتور سلمان نفسه اللي قاتل فؤاد عاوني انا مش هقبل بحد غيره تابع حالة جوزي صفية افهان دم يا هان اندهيلي امير حالا هتعمل ايه علياء هانا؟ هعمل اللي كان اعمله امين لو فاي وقدر يتكلم هرد جزء من جمال انساني الوحيد اللي جاذب اسمه وسمعته عشان ينقص حالة جوزي بجد يا محسن مش عارف اقولك ايه الله يقول فواني الدائرة دقالتك المجلس هوامر كان اتصلي حالة ببكة بالنائب العام لا طبعا ساعدتك انا امرت بتشريح الجثة وكلفت مندوب يجيبلي التقرير المبدئي النهاردة لسه بنسأل الشهود هو الحقيق الموقف مش واضح لحد دلوقتي لكن ان شاء الله هنوصل لا هبلغ معليك فورا تحت امر ساعدتك يا فن مع السلام مع السلام يا الله مش ممكن ايه ده يا محمود انا ههضي اليوم كله تليفونات ده لو قضية امن دولة مش هيحصل فيها كده الله كريم تحت امر كباش هاتلي يا ابني الانيسة شاهد العريني الانيسة شاهد العريني الانيسة شاهد العريني ايه ده يا انيسة شاهد ايه ده كله خمس محامين لا يا فندم تلاتة بس انا الدكتورة شاهناز رستم والدة شاهد واخوي المهندس شريف وانا طارق الشازلي رئيس النيابة ويشرفني جدا ان اتعرف عليكم بشكل ودي وفي ظرف احسن من كده لكن دي جلس التحقيق غير مسموح فيها بالتواجد العقلي ايوة يا فندم بس بنتي اعصابها تعبانة جدا بقالنا ساعتين بنيديها في مهدقات مش هيجرى حاجة لما نحضر معاها وعشان كمان لو حصل قاسف يا دكتورة القانون اصله جامد شوية ما بيعملش حساب للعواطف الانسانية انا دخلت حضراتكم في قودة من فصلة عشان ما ينفعش تختلطوا بالمجرمين واصحاب السوابق مقدرش اقدم السثناءات اكتر من كده واحنا طبعا بنذكر حضرتك على زوجك لكن خلاص يا دكتورة الطريق بي عنده حق يلا بينا يلا يا دكتورة كارنهاتكم يا يا صد يا موازة طريبي ساعتك طبعا مقدر القلق اللي هم فيه لا أبدا مفيش مشكلة تفضلوا استراحة أعودي يا شاب اثبت حضور الأسادزة واخد البيانات حاضر ليس انت صحيح كنت ابتاخدي مهدئات برا يا شاب أيوة أصل اللي حصل كان كتير قوي علي وأنا لحد دلوقتي مش قادر استوعبه لا 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 مش هينفع احنا عايزينك أكبر من كده شوية مال هتعملي إيه بقى لما أمر بحبسك أربعة أيام حبس؟ حبس لي حضرتك أنا ما عملت لهش حاجة أنا ما جيتش جمه إيه دي بس إيه دي إيه دي بص كده المحامين وراكي بيتحاكوا هم أنت إيه؟ ما تعرفيش أي حاجة عن الهزار؟ أو اللي اشتغالة زي ما بيقولوا في الجامعة؟ يا فندم أنا أول مرة في حياتة أتحط في مواقف زي ده وعمري في حياتي ما كنت أتوقعني موقف بقولك إيه؟ أنا يا ريقي نشف من كتر المنهدى في التحيات إيه رأيك ناخد كلنا طقم لامون فرش؟ على الأقل أحسن من المهدقات بتاعت ماما لا مش أحسن طبعا كان لازم يا علاقة تروح بنفسك يا سلام ومن إمت وإحنا بليبعت مقاول في مشوار زي ده الواحد مش مهم من قصة الإسكان دلوقتي أي حد روح جيه كراس الشروط وإنت بكرة ولا بعده أبقى روح وزبط الناس اللي هناك مش عارف حاجة إمت يلا لو فيك دي تكلمني سلام وبعدين يا شريف أنا مش مرتاح للرجل اللي جوه ده تحس كده إنه عدواني واخد موقف غبي من قولها بعدين وفكر نفسه إيه بالزبط عشان يتكلم معانا بالغرور والعنطابة دي كلها يعني نعمل له إيه يا شاهي؟ هو معظف صغير حنتمطط عليه؟ ده الرئيس نيابة إن شاء الله يكونوا مستشار لا فيش حد في البلد دي ملوش كبير لا يا شريف لا أنا لازم أعمل حاجة وأنا مش هستنى لحد ما لقي بنتي طلعة من مكتبه على سجن الناس أهم يا نجوة دكتورة شاهيناس وقفة هناك إيه طب خلاص بقى دكتورة أنا هنزل أستنى حضرتك تحت لحد بتطميني عالدكتور سلماني إيه اللي بتقوليه ده يا نجوة؟ هو أنت جاية معان مشواردة كله عشان تستنيني في الشارع؟ معلش يا ونبي يا دكتورة؟ أصلا حضرتك لسه متعرفيش الست دي كويس كفاية ونبي اللي حصل مبارح بيزاديني بقى بهدلة وقلت إيمة لا طبعا أنت بتفكر إزاي اللي حصل مبارحكم وظروف النهاردة كوم تاني خالص بقى معقول هتحريجي كنت جاية تطميني عليهم والنبي انت قلبي قبل أبيض قوي زيادة عن اللي زو ده عليل ما اعتبرتش مديتي دي شماية أوفاش غل بعد الكلمتين اللي سممت بدن بي ومبارح تقدر جادي؟ والنبي يا دكتورة سكوتيو ما تفتحينيش طب وربنا شوفوا يا ربنا أنا لولا غلوة الدكتور سلمان في قلبي وربنا ما كنت وردته ومشي تاني بقى في حد في الدنيا يصدق إن الراجل زي النسمة ده يعيش مع الحيزابونة دي تحت السقف واحد يا رب والنبي وحيات حبيبك النبي يتصبروا عليها يتخلصوا منها مئة مرة قلتلك قهوتك تشربها في مكتبك يا سلمان حرام عليك أنا تعبت أوه يا شايناز بقى وأنا قلتلك مئتين ألف مرة أنا بتخنق يا ستي من الكبسة بتاعت الحيطان والببال المقفلة يا شايناز أفتس يعني وأروح فيها علشان تصريحي لو على إيه تتهب نفسك أنا اللي شكلي هعملها قريب قوي عشان أرتاح من شغل البهلونات بتاعك ده صعب توليه؟ بقول إخصى عليك يا حبيبتي ده كلام برضو يعني أهون عليكي تسيبيني محروم بعدك بتايع في الدنيا الوحدي ده نايز توان أكتر من كده يلا يا سلمان فيه ديف مهم عاوز يشوفك يا يا شايناز لحظة الله صداني اه دكتور فادي زاكا هنا زاكا دكتور الله أما الفيلم بت نوجة نوجة مين؟ نجوة بتاعة تربو فيه سليمان أنا مش ناصر حق عصبي أكتر من كده كفاية لحصل فيها الليلة دي اه إيه يا شايناز مش اسمها نجوة برضو ولا بفتري عليها سليمان ركش واجة بقى بقولك فيه ديف مهم جدا قاعد مع مساعد الوزير ومستنينك من بدري تقولي نوجة بتاعة البفي طب يلا انت لما اطلاله ايه؟ ايه؟ انت متأكده ما الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ طبعا يا باشا بقول لحدتك أنا شايفها بعناي دوله هي وقفة في الكوريدور بتاع مراد الوزير ومستخبية في جنب كده ومعاها كاميرا الموبايل عمال اتصور بنت الوزير ومراته والرجل اللي معاهم بتاع مجلس الشعب يا بنت الايه؟ ايوه حسان باشا البنت يا فندم اللي دخلت من شوية مع سواق التاكسي لا يا فندم حالة ايه وطوارق ايه بس؟ دي صحفية ساعتك استعمتنا كلنا وعملت الفيلم ده كله علشان تدخل يا سيليم؟ طب فيه ايه؟ فيه ايه يعني؟ انت مش هتبطل لاستخفات الرزل بتاعك ده؟ فيه دكتور محترم يقلب كيان المكتب بالطريقة البشعة دي؟ ده انتوالة كأنك قهد على الرصير وحمامة يا سليمان حدد في مكتبك حمامة؟ أمال كنت عايزين ايعمل ايه بس يا شهينيز؟ ادخلها معايا لعمليات اسكت اسكت ما اتعفرطنيش نخلص بس من الليلة السودة اللي احنا فيها دي الاول وبعدين نبقى نتحاسب في البيت المهمة دلوقتي من فضلك حاول تصيصر على لسانك وتختار الفاظة كويس اللي هتتكلم بيها مع الناس وأرجوك بلاش بتعبيرات اللوكل اللي انت بتحدفها زي الطوبة دي مين دي؟ مين دي؟ مين دي؟ الحالة اللي حضرتك صممت تدخليها التواري يا دكتورة تلعت صحفية شطرة صحفية؟ مش قلت لحضرتك بلاش تعرضيني في اي ريحة وحشة بشمها ريحة وحشة يعني يا حضرتك انت تخراسي خالص وتتفضلي معايا من سكانك حاضر سوين يا حسان بيه خير يا دكتور الحاضر والتعتيم اللي حضرتك ونت عاملهم على المستشفى قبل العملية كان ليهم واجهتهم معالي الوزير كان في حالة حارجة وكان رائد من الحياة والموت وطبعا اي كلام عشوائي في وقت زي ده ممكن يعمل شوشرة اعلامية وبلبلة للرأي العام وشائعات مالهاش ايه لازمة مظبوط بس الوضع دلوقتي بقى اختلف تماما الحمد لله العملية نجحت وده طبعا بتوفيه من ربنا والحالة دلوقتي مستقرة وزي الفل واربعة وعشرين قرات وبكرة الصبح بإذن الله حتلاقي بكهات الورد وبرقيات التهنئة نزلت رفة على قوضة معالي الوزير زي المطرة يا سات المقدم مصر دي عاملة زي اي قرية صغيرة في الفلاحين الولية اللي بتولد على راس البلد عندنا واخدبالك يا دكتورة حاريم البلد كلها بتسمع الطلق بتاعها من وهي في بيوتها بدليل ان قطة الخربشة زي دي شمت الخبر وقدرت انها تتسحب ما بين رجلين حضراتكم وتخش المستشفى هنا قبلنا شخصيا مخرج من العمليات يعني قصدي يعني ايه لازمتها بقى ان احنا نقذي بيت عضيتها زي دي واخدبال ساعدتك بهدلت نفسها ودخلت المستشفى وعملت عيانة لمجرد ان رئيس تحرير جشع استغلالي وعدها بكلمتين كده باسمها صغير في جورنال تافه مجهول مغمور ومكافئة خمسة ستين جنيه كلام ساعدتك ساليم مية في المية بس حضرتك نسيت حاجة صغيرة قوي حاجة ايه؟ حق وحق الضابط اللي هي استغفلته واتسحبت من ما بين رجليه زي ما حضرتك قلت بالزبط افرد فيه بسهولة كده وعمل منه البانة في بق الممرضات وعمال المستشفى يا سلام عليك بقى حسحس بيه ما احنا يا ما استغفلنا موديل المدرسة علشان ننط من العصور ويا ما استغفلنا قباطنا علشان نشرب سجارتين في الحمام ويا ما استغفلنا عرس الجامعة علشان نخش كده تفليتة ونقابل الجو ايه وهتقول لي ما حصل؟ طب بزمتك ودينك يا شيخ انت مكنتش بتزوغ من كلية الشرطة واتروح جامعة عن شمس علشان تقابل اسمها اقولك بزمتك طب كان اسمها ايه؟ كان اسمها ايه؟ رابا يا دكتور يا حسام ايه؟ هو الشباب يبقى شباب ابدا الخرطيش وتهور ونط من عصور انا مش عارف اقولك يا دكتور بصراحة اقول براقة بقى يا اخي وما تعكننش على كل الناس اللي فرحانة بنجاح عملية الوزير بتاعك ده الله وانت بتشتغل في ايه داهية يا مفعوص انت لسه مشتغلتش والله يا دكتور ده انا كنت بحاول اعمل اي حاجة النهاردة كده علشان اقنع يعني رئيس تحرير جريدة المستقبل انه يمراني عنده ويديني اي كرنية اتفضل يا سيدي اتفضل يا باشا اصلا احنا اصلا متخصصين في اننا نمص دم اي كتكوت صغير بالظبط زي العرس خلاص يا دكتور براقة المرادة عشان خطرك وانت لو شفت وشك في حتة تاني هبطلها خلاص هبطل مهنة الصحفة دي خالص انا شفت منها غير الهم ووجع القلب ماتش غلين عندك ممرضة يا دكتور ده انا حتى شطرة وخفيفة وبعرف ادي ايه بك ابراهيم خدها من قدامي دلوقتي الاحسن ورب الكعب النبي منت حالف السلام عليكم مع الف سلامة يا فاني شرفت وانست خطوة عزيزة خلصت المرافع يا مترو وخدت البراءة ممكن بقى انا اتحرك ونلحق الناس اللي هتخنقوا جوا في القودة دول شهنست يا حبيبتي ممكن مفضلك تعفين انا من موضوع الضيوف ده يروبك سوافية هتهرج يا سليمان هتهرج لا يا شهناز مش مهرج انا بكلمك بجد الله انا خلاص اتخنقت تعبت مش قادر اقعد ولدي اياه واحدة هنا يعني لازم اجيلك بنفسي عشان اهنيك وارفعلك القبعة ايه يا بروف ايه اللي انت بتقوله ده يا محسنبي؟ مش انا بس اللي بقول يا دكتورة كل بني ادم اتعامل مع الدكتور سليمان عارفه كويس قوي ويقدر يقولك اللي بقولههولك ده حرف حرف والمكان اللي احنا موجودين فيه ده شهادة رسمية على طريعته الغريبة واصلوبه العجيب مش ده برضو مكتب سليمان العريني؟ مظاهرة امرأة ما كان الدليل على الكفاءة العلمية يا محسنبيه ويكفي الدكتور سليمان فخر انه طول مدة شغله بالجراحة ما صادش منه غير عمليتين بس ولأسباب قدرية كمان واسأل عنه لاجانب انا لا يمكن اسكت على الاهانة البشعة دي والعلمة حضرتك وزير الصحة بنفسه هو اللي اتصل من ألمانيا وطلب تحويل الحالة على الدكتور سليمان العريني ومين قال لحضرتك ان وزير الصحة مش مسؤول هو كمان اللي بيحصل دلوقتي وحضرتك بكرة تتفرجي انا هعمل ايه في الجلسة اللي جاية وانا كمان لي اتصالاتي يا محسنبيه واعرف اخد حقي كويس اوي نجحت يا دكتورة العملية نجحت 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 نجح نجحت نجحت ويمكنенные بادلت قوي طيب مش قلدي ومفتاحك قلدي لك يأتيك إنسان وصراحك يسايا عادي إيه يا بط إيه الأخبار حضرتك دكتور عبقري والله العظيمة عبقري لا بقولك إيه بقى سيبك من عبقري وجنباري وكلام السيمة ده المهمة تمنيني استفدنا من الكام ساعة دول ولا خرجنا زي بدخلنا معقول يا دكتور ده أنا تعلمت واستمتعت وهصلي ركعتين شكر لله على الفرصة الرهيبة الحمد لله وإنت من أهله يا سيدي إيه يا أخوانا ألف وبروك ألف وبروك إيه وأنا رجع من حجاز أكسلنت يا دكتور سليماني ثلاث ساعات ونص بس أوبن هار سجري بإيه الشطارة دي كلها يا دكتور أه مرسي أه يا دكتور صافر بس الحقيقة هي مش شطارة مني ولا حاجة أنا حصلي كان ورايا معاد مهمة كده قلت أخلص الجراحة بسرعة بسرعة أعرفك بقه بنتنا العزيزة أحدى صعوده معنا هنا في المستشفى الدكتورة فاتما الفرجاني طبا أنا راضي بزن متك يا دكتور مش خسارة دي في الجراحة دي كان مفروض انها تتخصص عيون تجميل يعني حاجة سمباتيك كده دي فرصة سعيدة جدا يا دكتور انا اسعى كدك اتفاضل منفس الموت بس غالبان والله ولو فتحت سيدرو هتلاقي قلب خصايا بس مزز شوية هو حضرتك عندك معت فعلا عسل انت يا بطة والله عسل بقولك ايه عارفة الانسة رندا صامرة الامورة دي اه طبعا خليها اتطلع لك عربية توصلك علشان الوقت اتأخر تمام ايه واي تنسي تسلميلي على جدك شديد السلامة حاضر يا دكتور ام تشكير اوي 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 يلا عالسلامة الاهوة يا بار ويا مين يقولي اهوة قلت عبير انتي ايه اللي اقومك من سريرك موهنة يا لقيت نفسي كويسة قلت امشي رجلي شوية ماليش انا بقى في قعدة السرير وكده يعني بس احنا يا حبيبتي لسه هنعلقلك محليل عشان اتضغطي العالي اللي عندك اه لأ موهنة اصل انا ضغطي عالي كده على طول انتي عارفة بقى القرف ونكد الشغل ومشاكل ده حتى كلموني قالولي فيه واحدة قريبتي رجلها اتكسرت وجات هنا عندكم وفي قسم مجرحة العظام قلت بقى بص عليها بالمرة هو الاسنسر من ايه شكرا سامو عليكم ايه وصله ده شو ممكن ربع سعب ادور عليكم المستشفى دولت طفل الصغير اللي محتش قادر يسيطر عليه ما تقلقيش يا دكتورة هيظهر حالة عمحة شبتش دكتور سليمان لمحة ودخل بوفي تفضل يا سيدي راحل بفيه اعمل ايه انا مش فاتنة اكيد بياخد قهوة في التراث محضرتك عارفة ايه اللي بيحصل بعد كل عملية ما عشان عارفة اللي بيحصل عايزين نلحقه قبل ما يطيره محدش يقدر يجيبه تقلقي يا سليمان ده لسه ساجد لله ومصلي الفجر الله انا مقلتش للحقيقة عمش شيف لما رببني على الخير والرحمة وحب الناس ابقى باجني عليه ابقى بضمره كبير ما حط بنتي في قفص واحد مع تعالب وديابة وعارب وتعابين واقول لها حبي سامحي مدي ايدك للي احتاجها بصي على النقطة الحلوة المنورة اللي في قلوب الناس وخمضي عنيك عن عيوبهم وعن بلويهم الفعي روحك عن الوحل بالشعر والموسيقى والضحكة الصافية عبقى بعمل فيها ايه عم الشيخ عبقى بخدمها ده مش كلام حضرتك يا دفع حضرتك عمرك ما شفت الناس بالعدسة المخيفة دي لاني كنت اعمى كنت اعمى يا فاطمة الكام يوم اللي عدوا عليها دول وكسروا العدسة الوردي اللي كنت حطط على عناها طول الوقت وخلونا شوف الناس بالالوان الطبيعية وقام اللي شفت اقول لك ايه بس ولا ايه اقول لك على البيت اللي جابها لنا ماجدي علشان تشتغل بواب وتسجله كلمتين ايش شغلان الفلسط دي لا يا فنان سامحني انا باص ماليش انا يا حبيبي في الشغل تطياري ده انت مالك يا بيت الشغلانة فلسة ولا عيارة 18 مالكيش فيه انت لي خصك يا ماما البرادس ما هو كل برغوت على قد دمه ولا ايه يا جميل بقولك يا أستاذ مجد يعني هتديني كم يعني في الخمس دقايق اللي هقفهم مع التحفة ده اللهم اطولك يا روح اللي هتقولي عليها تخديه بس انجازي بقى ولخاصي في الحوار عشان مش فضيه يعني لو قلت باكه بقى هتخديه يا حضرتك هتخديه اتفضلي ادي اهو نص مؤدم تفضلي حبيب قلبي بقولك يا عمر انا بقى عايزة حلل القرش الجامل ده انا هتذيك رقمي وما اتعز تسه الله شغل الحلمجوح ابتدى بقولك ايه رجل دكتور ومحترم الله وانا يعني اللي خارجة من ربع ابتدائي ايه ده يا حضرتك معاك الشهادة الشهادة ده انا معايا احلى شهادة انا يا حبيبي بكاريوس تربية قسمى تاريخ بس الوزارة مش محتاجة تخصصي فاشيلوني حساس التربية الوطنية هاهاها هاه مدرسة أطفال والله الا الرجل الشاه ملعترة اللي أجر لنا البيت اللي في الصحراء والواجب اللي عملوا معنا وبعدين فيك يا استعبير أنا كنت نعصك أنت كمان يا سيدي وإنت مالك يعني إيه وإنت مالك يا شيناز بقولك البنت مش دريانة بالوحش اللي سرح في جسمها وبينهش فيه من غير ما تحس يا خرابي عليك يا سليمان كده ما ينفعش يا حبيبي حرام عليك نفسك أنت كده بتضغط على عصابك بطريقة هتموتك ناقص عمر محدش بيموت ناقص عمر الله ينور عليك شفت بقى الكلام؟ يهي شفت الكلام دي يا حد بيشوف الكلام؟ يا سلام على خفة دمك كده وإنت فاهم وبتستعبط اللي أنا أقصده بالظبط إن ما حدش بيموت ناقص عمر يعني الأمور اللي زي دي يا حبيبي لازم تتعامل معها بحكمة شوية وبالراحة وعلى مهلك لأنك معما عملت المستحيل مش هتقدر تغير حاجة في قدر أي بني آدم والنبي صحيح يعني أنا أشوف النار بتولع في بني آدم وقف أنا أتفرج وتأمل يا ترى إيه اللي ينفع معاه في الموقف البايخ ده؟ طفاية حريق؟ ولا جرد الماية؟ ولا أخلع من قدامه بدل محرجه؟ سليمان ما تسخفش كلامي أنا أقصد إن رد فعلك كان عنيف جدا خلاص انت عرفت الخبر من سهام أو من غيرها طب يا جماعة حد يشوف طريقة نوصل بيها للبنت الغلبانة دي ونبلغها الخبر بالراحة ونشور عليها تعمل إيه وتروح لمين ونوصي عليها أكبر استشاري أورام في مصر كلها يا سيدي مش تكارب المستشفى قوي كده وتبادل الناس اللي شغالين عندك وتفرقهم عليك وانت منهار بالشكل ده وتجيب عنوانها من حرس الوزير وتجري وراها في الحواري سليمان انت دكتور كبير قوي ومطالب إنك تحافظ على شكلك ومركزك زي ما بتخاف قوي كده عن ناس اللي حواليك زودتها أنا شوية تو متش انت بهدلت الدنيا يا سلي you're crazy يا حبيبي الله ما عارف قولك يا شاين ساعات بحس إن أنا واهم نفسي بمعاني عبيضة مش موجودة غير جوايا أنا بس زي الرسومات اللي كنت بارسمها وانا عارفة مدرسة مدرسة بس وانا وعدت تريع عليها في اسرائيل تعبيت يا ده يا سليمان يا ده وفي شجرة بتتكلم يا لها انت مجنون يا ده يا سليمان فيه مخلوق في الدنيا نص التحتاني بني آدم ونص الفؤاني حمامة لا 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 يا حبيبي ما تأبورش الحكاية جواك للدرجاتي وتتدعم نفسك بحاجات مش لطيفة انت زي الفؤ وأحسن من الناس دي كلها كلها بصحيح أول لول يعني فيش هاي حاجة تقلب نابر الحكاية انك مختلت شوية وكهرابة زيادة عندك حبتين كهرابة زيادة يعني مش محتاجين جراحة ولا كيماوي ولا حاجة كده خالص خالص بكل الحكاية انك محتاج تاخد شاور دافي كده كميل وتعمل حمام كريم لشعرك السريالي ده تتدفم كويس تتدفم كبير ثم اتدفم كبير تتدفم كبير تتدفم بحاجة تطير طحفة ناعم ولا معانو يجنن طب ولا يعني يا شاهي علشان Kawam مع الشعرتين اللي حلت أقعد أفرك فاعدها طول الليل شابون تقع بيحرق لعينينا هو شاهي انت اللي بتصمم تفحانيك تحت المية وما بتصبرش انا نفسي افهم العادة الغريبة دي مصدرها ايه بخاف من الضلمة لا يا حبيبتي ما تخافيش من حاجة ابتاً طول ما نجنبك مفيش حاجة في الدنيا تقدر تأذيكي الله ده المزاج اللي لدي عينب عينب ايه وبطيق ايه الكلام البيئة ده ابق بالراحة يا شاه انت بتدعاك البلاط ايه اللي انت لابسه ده يا سلمي خاتم هل؟ خاتم ده بتقول عليه خاتم ايه اللي عرف ده يا دكتور انا زي ما شفتوش في ايدك قبل كده لا ما انا لسه لابسه دلوقتي اصلا انا مرضيتش هلبسه او انا بستحمى خفت احسن يصدي اه خلينا في المهم وهو كده مش مصدي فيه راجل في مركزك الاجتماعي وامتك العلمية يلبس صفيحة زي دي لا لا هات يا فلمان شي ايه يا شاي يا شايس بيه الله عجبني يا ستي بقى اتفائل بيه حاسس انه قشه حلو علي يا اسلا انا لبسته من هنا يا شاي وتاني يوم على طول ربنا هداني للفكرة الى انقاذت شاهد المهم انا ما كنتش اعرف ان انت بتسدق في الخرافات دي يا ستي ولا انا انا ما حسبتهاش هي جات كده مممممممممممممممم سليمان هو انت هتروح بكرة الحفلة لابس الخاتم دا حفلة ايه دي بقى؟ الله؟ حفلة أمين عزام انت نسيت ولا ايه يا صولي؟ أمال احنا دخنا وراد طول النهار عشان ايه؟ يعني ضروري اول حفلة دي يا شاي؟ لا شوف بقى يا صولي كلكم والحفلة دي كوم تاني ده أنا جايبالك بدلة سنية طحفة وإقربات خطيرة حتكسر الدنيا أنا عايزك بكرة سوبرستار الحفلة كلها معمولة على شرفك يا حبيبي طب ما تكملي بقى الليلة الحلوة دي وتنامي جنبي ما فاش حاجة شاي أنا مش غريبة يعني ايه؟ بطل دلع بقى يا صولي يلا تزمع على خير شاي سليماني حبيبي انت عارف ان انا تحبانة قوي وعلى طول مراي شوخلي كتير شوخلي 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 يلا يا حبيبي سويت دريمز سليب تاعت يانهر يسويت؟ ايه اللي بيجرى ده؟ مش بقول لحضرتك مصيبة ده أنا بقى لي ساعة بكلم الدكتور على الموبايل مبتردش موبايل ايه بس يا داليا؟ اكيد عم لا سايلند يا مش قالت انها هتاخد راحة النهاردة عشان عندها حافلة بالليلة طب ايه؟ نتكلمها على تليفون البيت؟ اه طبعا لازم نتكلمها ودلوقتي حالة ايه؟ ايه؟ في ايه يا مصطفى؟ الساعة كم دلوقتي؟ وعيزني في ايه الساعة تسعة الصبح يا مصطفى؟ خلص يا مصطفى عشان انا مش ادرا افتح علي ايه؟ ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه الكلام الحقير ده؟ اسمها ايه الجريدة لنشرة الكلام السافل ده؟ ايه؟ سرطان؟ انا عندي سرطان دم؟ عبير قصي في حاجة الاول مهمة جدا لازم تفهميها تتعلم هفهمي يا دكتور؟ هفهمي انت حضرتك بتقول ايه؟ دكتور هفهمي انت حضرتك بتقول كلام مش مزبوط خالص على فكرة يا دكتور انا كويسة ايو انا كويسة قدامك وهونا زي القرد يا دكتور انا قمري ما حست باي قلم او اي اعراض مش طبعية انا انا كويسة انا باكل وبشرب وبجري طول النهار وبتطط في المواصلات يا دكتور الكلام ده مش مزبوط لا الدكتورة دي عبيطة على فكرة مش فهم حاجة بس يا عبيط 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 بس بس انا اللي اعرف انك ضعيفة للدرجة دي انا مكنتش جريتوراكي في كل مكان علشان ابلغك بنفسي بس كنت خليت اي احدة هو اللي بلغك نتك تتحليل وزدك تدوري على العلاج بتاعك في اي مكان لكن اللي أنا حسيته إجبنتة عنيدة ومتحدية وقوية ومستحلة تستسلمي لأي مرض مهما للخطير لا يا دكتور أوس إيدك أوس إيدك ما تقوليش الكلام ده ده كلامين ده ده كلامين ده ألشق عد غير ساعة الموت موت إيه يا بنت يا مجنونة أنت موت إيه إيه لها؟ اللي أنت بتقول إيه ده الموضوع أبسط من كده سدقيني أبسط؟ بكتير أنت فكرة السرطان ده إيه؟ نهاية محتومة ما لهاش حل؟ مش صحيح؟ إحنا دلوقتي بقنا نتعامل معاك منتصقة والتمكن بقى زيه زي اللوز والزايدة وقرحة المهدى حاجتين اتنين دلوقتي يا عبير اللي إحنا محتاج منهم حاجتين اتنين علشان الله عرف نخرجه من كسمة أسهل من قص البقر الحاجة الأولة ما هي اللي اكتشافك مبكر وده الحمد لله هو دل اللي حصل في حالتك ضبط أول حاجة تانية معنوياتك يا عبير ثقة تكفروا بالا في القوم اللي خلقها جواكي يا بنت هابل أنت ده إحنا نهد جبال سرطان إيه وهابل إيه اللي يا لعبك أوي للدرجاتي طب ده أنا لما قالوا لي على انتكت التحليل وقلت له أبو إيه إيه المشكلة يعني ده اللي بنت عبير فاروق دي ده ميت راجل بنت ملد جدعة قوية مش ممكن هتستسلم أبدا للعجز ولا للهزيمة هو ده عبير العلاج اللي هيخلص ده اللي هيجيب من الآخر تومي تكسفيني قدام نفسي يا بنت يا حمار أنت تتهزي بالشكل ده عارف يا دكتور أنا عاشت طول عمري بح لما شوف اسمي مكتوب في الجرنان النهاردة بس أتحقق الحلم ده وشفته بعناي وعشتي ثانة كاملة أحب راجل وأوصره من بعيد زي النملة اللي بتبص على أمر ما كنتش على بحادة إنه يقول لي صباح الخير النهاردة بس قال لي حاببتي هي الدنيا ليه كده ليه يا دكتور ايه؟ بتقول لي يا داليا هي مين دي لحاجز لها جناح في المستشفى؟ قال لا وكمان تشيكف حلوة قوي يا سلمين كانسلي الحاجز ده فورا يا داليا والبنت دي تترمي ببره المستشفى خايفة حضردك لحسن خرج يا دكتورة خرج وشكله كده خارج برا كويس قوي أول ما تلاقيه واخد العربية وماشي تطلع تنفيذ اللي قلتلك عليه فورا ملكش دعوة بحد يا غبية انت دكتور إيه وبتاع إيه؟ خلاص يا داليا اديني مصطفى وأنا هفهمه يطرف إزاي لاندا او امر يا دكتور سجلي عندك حالة عبير تحت إشراف الدكتور يسري يا بحضر بس حضرتك الدكتور يسري مش متعاقد معانا اعتبري متعاقد معانا من دلوقتي بلغي الماليات علشان يعملوله فايل وانا رايح دلوقتي قابل واتفق معانا حاضر يا دكتور تروح فين يا بني آدم انت؟ ده وقت مستشفى؟ خليك زي ما انت في طريقك للفيلة عندنا حفلة بالليل ولسه محدش جدا ماليش دعوة ازاي؟ ما حضرتك لازم تقولي هتعمل يا عشان اعمل حساب انا كمان تعمل حسابك في ايه يا رندا؟ انا المدير الاداري للمستشفى كلها ورئيسك المباشر والمسؤول الوحيد عن اتقرار ده؟ يا استاذ مصطفى فهمني دكتور سيمان كلفني انا بحاجز الغرفة ولو رجع ملقاش البنت على سرارة حيرميني وراها ده ازراف بي ومعملش محضر اهمال وجرجرني عن نيابة انت متعرفش اهتمامه بالحالة دي عامل ازاي؟ انا فعلا مهتم بيها يا يوسري وعشان كده مادرش حوطها تحت ايه الدكتور ما عرفوش ولا ضر من طريق شغلت يا دي ازميني تشاهد في الجامعة؟ ده يا ريد زمال شاهد ما عندهمش مشكلة في الدم عندهم مشكلة في التربية وفي الاخلاق انت بس هتبطل قبل ان طريقتها دي عمرك ما هتتغير يا سليم يعني يا يوسري والنبي ما عرفش خلينا بس في اللي احنا فيه ها موافق ولا هتعمللي فيها يا استاذ دكتور بقى ومشغول وقتك دا يا صديق الخنيق ها دكتور علمين بس يا سليمان هو في حد في البلد يقدر يقول لا لسليمان العريني انا بس اللي مش ادري افهمه انت ريه مصر انك تخليها عندك وتشحتطني وراها وتجريني وراها في كل حت ما تسيبني انا تشوف المكان المناسب لحالتها ولزروفي انا كمان ما ينفعش يا يوسري يا حبيبي انت مش لسه بس دلوقتي على التقرير وقلتلي ان فيه احتمال يبقى فيها يزارعن وخاعدة اه طبعا بالنسبة كبيرة طيب يا سيدي عندي في المستشفى احسن وهيبقى فيه كل التجهيزات اللي انت تحتاجها ياهو يعني الامور وصلت لجد يعني انت عاوز تفهيني انا لو احتاجت الدونر هتقدر توفره اي حاجة هتحتاجها يا يوسري هتجيلك من قبل ما تخلص كلامك ها ها طب رود رود يا سيدي على التليفون وبعد طريقتك المستخزة دي خلق بقية التليفونات انا مش كنا عايشين من غير البتاع المناير ده اه انا اللي خرجها من غير ازني ده انتو اللي لتعبوكم سودة يا مساء الورد والفل والياسمين والزهور اللي في الدنيا كلها ياه انت لسه فاكر ازيك يا طانت ازيك يا اكرم الف مليون سلامة على استاذتنا العظيمة المتقلقة الله يسلمك يا اكرم نرسي على زوئك نرسي على ايه يا طانت ايه يا عم الكلام الجامد قوي ده يا مفع كده ضرب نار واكشن وزروب وغمضة شفت بقى الحركة جامدة جدا بصراحة انا بيني وبينك بكوتش مصدق الا ما كلمت بنافسي ايه يا اكرم اوبا فيلسوف العاصر الحديث ازاك يا استاذنا ازاك يا ازاك وحشت جدا وحشت جدا والله بص بقى مش هتفلت مني النهاردة لازم نتفع على عمود اسبوعي في الصفحة الرابعة بعينك انت مش رميت نفسك في حضن جلال السينوسي يا ورد خليه نفعك بقى لا 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 جلال السينوسي اختلف خالص عن زمان حررتك هتأكد بنفسك لما تقعد معاه بص بقى حضرتك هتكتب يعني هتكتب ووسطتي قاعدة قدامك ايه شهيدة الاعلام الجريء ده انا اول واحدة تعترض على اتفاق ده لا 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 ليه كده مص يا امر ينفع كده ده انا مؤلع الدنيا كلها على شهانك وهو ده سبب اعتراضي جايت تطمن علي في اخر السهرة بعد ما خلصت الشغل وكتابة وعناوين سخنة وطمنت ان الغنيمة بكرة كلاها في جيبك يرديك كده قتنت؟ طب لعلمك بقى اول تليفون جالك بعد ما دخلت المستشفى بربع ساعة كان من العبدالله وبعدين انا معذول برضو يا جماعة يا ملك انت نجمياتك مشيعة او يا حبيبتي انت عارف اللى حصلك ده عامل زي ايه؟ عامل زي الطبق طاير كده نازم من الفضى وكل الناس بتحاول تلقطله اوضح صورة وطبعا انت اقرب واحد للطبق ومستحيل تفوت فرصة زي دي الله يحرم عليك يا أكرم أنا عارفة أن أسلوبك ساخن جداً وحيولع علي الدنيا أكتر ما هي بتي حاجة تزعل برضو يا ناس طب ليه علمك بقى؟ رب ضرت النفعة أنت متعرفيش اللي حصل لك ده رفع سهمك قد إيه يا ملك؟ سهم إيه بس يا أكرم الله يلعن الشهرة واللي بيجي من وراها ما خدناش منها غير حقد وغيرة وعين حسودة كانت هتضيع البنت من إيدي والله عندك حق يا طنت أنا شخصياً عندي مثل فضيع لحكاية الحسد دي بنت جديدة معايا في الجورنان يا ملك عملت موضوع حلو قوي تصوري بعد الفرقاء اللي عملتها بيومين بس اكتشفت إنها عندها له كمية يا الله لا والصدفة العجيبة بقى إنها محجوزة معاكي هنا في نفس المستشفى هنا في الوفاء؟ هنا في الوفاء مش ما أقول مش ما أقول لي يا عبير وما حلاقي مستشفى أرقى وأحسن من دي في البلد عشان يجيبه فهم ملك يونس يا سبحان الله يا سبحان الله حاسة زي ما تكون الدنيا بتطلع للسانة يا أستاذ جلال تطلع للسانة إزاي يا روش وصل الست دي من أول ما ظهرت في أول برنامج ليها وأنا شايفها مسألة الأعلى وحضرها وجرقتها تأثيرها في الناس كل حاجة فيها كانت بتديني طاقة فظيعة للشغل والطلب النجاح النهار ده أنا وهي في نفس المكان حاسة زي ما يكون القادر بيقولي بالمرة بقى يا شاطرة وانتي سايبة الدنيا وادعي معها آخر أعلامك لا أحاولها ولا أخوة تحيلة بلابة قولي لها أحدها ما متعبير يا بنتك هيا بقى أحرم عليك ترحمينا وترحمي نفسك يا عبيري من نبرة اللي أس دي هي مين دي يا طنت اللي ترحم نفسها؟ ملك يونس؟ حريك كده بتكلمي عن علامة من علامات الساعة استنى بس يا أكرم انت مش قلت إن جلال السنوسي عارف ظروفها كويس جداً وبيقول مستحيل إن فيه حد في عيلتها كلها يقدر على تكاليف يوم واحد في مستشفى زي دي؟ آه وحليفي على كده كمان أمال إزاي دخلت تحت إشراف يسري أبو حطن؟ وأنا مش عارفة يسري يا أكرم ده جزار ده مرة سابري الجلاد شافه في نادي الجزيرة وطلب رأيه في حالة بالبقى كده قاله أنا كلامي بفلوس يا أستاذ سابري خلي المريضي عادي علي في العيادة عسول يا ملك بتكلم بجد يا أكرم والله والله معرف يا ملك جايز رجل أعمال سابت عليه قرر يعليج على حسابه هنهزر بقى نحن بنشحت منهم المساعدة الإنسانية في الفضائيات ويا سلام يا سلام لما يطلع من واحد فيهم عشر تلاف جنيه يبقى إيه بقى يعني حالة تسعب على الشيطان نفسه هو في حد النهار ده بيقدم المساعدة الخرافية دي؟ عندي كحب قافي بس مش هقدر أقول على اسمه ليه بس عبير رجل محترم زي ده لازم نعرف اسمه عشان نذكره على كرم ونبلأ أخلاقه أنا كمان نفسي في كده يا أستاذ جلال بس أغصب عني وعده وقطعه علي ومقدرش حلي نفسي منه خصوصا إنه كان مصمم تصميم رهيب ياه ليه الدرجات دي؟ وأكتر يا أكرم أنا مش قادرة أقولك إيه لي بيحصل جوايا من ساعة مسمات الدكتور جورج وهو بيوسف اللي عملوا معايا الراجل ده هتجنن هتجنن يا أكرم إيه ده؟ وإزاي وإمتى؟ هي فعلا حاجة فمتال غرابة مش كده؟ وفكرة إنه هو اللي يكون ضرب الرصاصة غصبة عنه وجري علي عشان يصلح غلطه ونكر نفسه عشان المسئولية الجنائية والكلام اللي قاله وكيل النيابة ده هو ممكن يكون تصور منطقي بس عارف عامل كده زي زي ما تكون قاها تبص للأمر وسارح فرقته وجماله ونوره اللي مفروض على الدنيا كلها وفجأة يطلع لك عالم جيولوجيا سخيف جدا وبيتكلم من طرف مناخيره وبيقول لك هو أنت أهبل يا ابني ده حتة حجرة متعلقة في الهوى ومعليهاش غير تراب وجبال والكتل سخرية ايوه ويطلعك بقى من الجو الرومانسي اللي كنت عايشة فيه بالزبط كده بس العلمك بقى الاحتمال ده مش منطقة ولا حاجة مفيش صدفة تجمع تركيبة زي دي مايبقاش اللي ضرب الطلقة هو نفسه دكتور شاطر ومتمكن بالطريقة اللي شرح جورجو انتوان دي ها والله يا أكرم يخير بعقلك برافو عليك والله بجد هي الصدفة الغريبة دي لملهاش اي معنى ملك انتني مش عايزة اي حاجة تفسد عليك المعنى الجميل اللي وصلك من التجربة دي بس بس اه يا عمو انا فعلا مش عايزة فوق من الحلم ده كلها مسرح فيه شوية بحس انه بيهون علي مررت الكوابيس اللي احنا بنشوفها كل يوم حوالينا يمكن عشان كده انا اتعلقت شوية بحكاية عبير دي تاني عبير ما عرفش يا أكرم مش عارفة حاس ان فيه صلة ربط غريبة قوي بيني وبين عبير او بين اللي جرالي واللي جرالها الفرق الوحيد اللي بيني وبينها انها هي تعرف مين اللي ساعدها لكن انا ما عرفوش لا قولي ان انت عايزة تأكدي المعنى لجواكي من خلال حكاية عبير وتعواضي الجزء اللي نقص في الحلم بتاعك يعني ايه؟ يعني انت عايزة تثبتي لنفسك اني فكرة الخير الكامل المجرد من اي غرض شخصي ممكن يكون موجود في قلوب ناس كتير مش بس عند الفارس المجهول يطلقلك في الساحل وبكده تكوني اتخلصتي من شبح الوهم اللي نسجدته فكرته كل النيابة الفارس المجهول يا سلام سامع الفلسفة يا وستاذة يا ملك الرحمي يا اهلي بقى وكنت عقولنا يكتب مقال واحد في الاسبوع اوكي انا حقنعه والله انا موافق على اي شروط تعرف اللي ساعد عبير دي وعالجها على حسابه فيها الخير بجد ولا الحكاية ليها خلفيات مؤرفة ومريبة بسكك رخيصة من اللي انت عارفها لا 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 الا عبير فاروق ده بعيدة خالص عن السكة دي وعموان انت الشرط بتاعك سهل جدا انا قريدي هخرج من عندك هروح لها لان عندها جلال السنوس دلوقتي وما اعتقدش انها هتخبي علي وخصوصا بقى ان انا بحضر لها مفاجأة جامدة جدا اكرم ايوه اكرم مالك اتخذتك ده ليه اكرم جاي هنا دلوقتي ايوه هيخرب رقودة ملك يونس يجعل هنا ملك اكرم عند ملك يونس لا 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 فيها عبير الناس اللي اولي بيعديلها كل شغلها وفي بينهم وبعض معرفها قوية جدا طب وايه بقى المفاجأة اللي عمل هالي دي لا يا حبيبتي لحد هنا ده خط احمر مش هقدر اتكلم ليه من غير ليه هي حاجة غريبة قوي كده لالدرجاتي غريبة جدا طبعا ايه الداعي انك تنسب لها الشغل اللي عملته على حدثة ملك وتكتب اسمها جنبها اسمك يعني انا حسيت انها ممكن تكون دافعة معنوية في الظروف اللي هي فيها دلوقتي بالعكس يا اكرم انت كده بتزود الوجع جواها وبتحسسها بالازمة اكتر من الطبيعي ازاي بقى زي الناس لما حد فينا يبالغ شوية في اهتمامه بانسان عاجز او اهم او مشلول ويديله حاجة اوفر هو اصلا مش محتاجها يبقى بيجرحه يا اكرم مش بيرفع من معنوياته انا ما حسبتهاش كده خالص معي ما تتحسبش غير كده يا فانح انت ما تعرفش قدي ايه حساس الشفقة ده مؤلم ومهين لأي حد طب اعمل ايه بقى دلوقتي ده الشغل اللي خرج من الطبيع خلاص ونزل ع التوزيع اسمع يا اكرم انا عندي فكرة ممتازة هتدرب ثلاث عصافير بحجر واحد هتتفادى الشعور السخيف ده جواها وحتتديها الدفع المعنوية اللي انت كنت عايزها وف نفس الوقت هتخلي اسمها مشعلة زي النار ايه اللي انت بتقول ده يا دكتور علي لا طبعا تفرق اولا ان البنت حالتها متأخرة والاكتشفنا اللي عندها ده من كام يوم بس وبعدين كمان العينات اللي انت بعتها المعمل دي مش كفاية انا محتاج الاشياء اللي انا قلت عليها دي في اسرع وقت اسمع يا دكتور علي انا مش مستعدة من يتحمل نتيجة التسيب وتهريج اللي انتو في ده وبعين انا فهمتك ان البنت دي حالتها تهمني جدا وانها من طرف الدكتور سليمان انا مش هسمح باي اهمال معاها انا مش فهمي ايه اللي وراها ايان عشان تأجل اشياء البكرة الصبح مفيش والله مفيش انا كويس كويس اوي انا قلبي زالحة دي لا يا شيخ تكريمي جد لا طبعا انا كدابة انا خايفة ومرعوبة وقلبي وقع في طراطيف رجلي حلو حلو قوي اه انا كده متطمن عليك هو ده اللي انا عايز بالزبط اه ومحسن ممتاز بقى ومدام خفت يبقى هتنجح يا رقفة والجو ده اه انت كده رجعت يا عبير فاروق البنت الشاية بتاعت زماني اللي وحشتنا جدا انت اللي رجعتني اللي عملته معايا ده رديلي روحي من جديد خلى لمسك فيها بأدية واسناني استاذ اكرم بجدا ها دي استاذ اكرم يا سمر ها انت عمرك قلت زميلك في الجامعة يا استاذ لا انا حضرتك دبلون ما دخلتش جامعة لا مش ممكن ده خفة الدم ورعسة مقصالة فيكو اكرم بجدا انا حزينة وانا برفضلك اول طلب تطلبه مني بس الراجل اللي ساعدني المساعدة الوهمية دي غالي علي قوي وحلفت على نفسي بالموت لو قلت هو مين انا السبب انا اللي عملت فيها كده بغى بأي وعصبيتي مش هادر مش هادر انا تلمع على اعصابي من ساعتها يا ما انا البيت دي لو ضاعت او قرأ لها اعيك عاش انسان ما افرق ابتل عمر كله قناه لكل عمر كله واحد هل تقصبممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم المترجم wide مفيش اي حاجة وده هيكون ضروري جدا اشار ارتفاع الداط ادي افيدامين كيف هورا على محلول حضر الداط قولي بقى يا سيدي انت ايه حكاية الاختفاء الغامض اللي انت فيه ده انا فيه ولا فيه يا راية انت مالك بس مهزوش كده ليه انا مش هادر افهم هو انت جراح ولا مطرب عطفي قولي بقى ما انت شايف البنت هي قدامك زي الفل ايه بس انا عايزة فهم ايه اللي وصلنا للنزيف المفاجئة ده ما تقلق ايش يا سليمان ده عارة طبيعي واحنا كنا متوقعين ان هو يحصل بقولك ايه اهدى كده تعالي نروح عندي المكتب نشرب في انجان قهوة عشان اوريلك الفحوصات الاخيرة وصلتنا الى ايه اتفضل اتفضل يا سيدي اهو ما فاتش عشر دقايق ورجعت تنكس تاني زي القطة اهو اللحظ انا فين انت يا سيدي في الرعاية بتشمي هوا نظيف عشان تبطلش هوا وعفرط احمد الله ع السلامة اعمار دكتور سليمان بتعرف يا بت يا بيرو لو كنا بس تقابلنا من 30 سنة كويس اول ان حضرتك جيد لا 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 قبير عشان خطر ما انفعش خالص اي مجهود حضر مش هعمل اي مجهود بس في حاجة مهمة قوي عايز اتلب حضرتك فيها طيب استأذنك مالش خمسة اي واكل لك عطور يا دكتور طمينو النبي يا دكتوري لاي خليه اتطميني يا حاجة ما فيش حاجة ازمة بسيطة وعدت عمد الله يا الف شكرا الف يعني فايت فايت يا كتكوت بعد ازنو اتفض بيا دكتوري سوريا يا عمو انا حقفل وكلمك تاني اه يا دكتور طميني ايهي الاخبار نقول يا ستة من تاني فايت وقت زي الفل وهيقعدة تغيجوها مع دكتور سليمان سليمان وكلها ساعة وهترجع عوضيتها تاني بس يريد بقى السبوها ترتاح شوي بعد اسنك ودكتور سليمان دخل لها امتى يا سمر شوي يعني ما لك كانت موجودة لما حصلك نزيفة هي اخر حاجة ده فاكراها بس انا ما شفتش على بيب الرعاية غير مامتك وصمر مش ممكن تكون مشيت من غير ما تتطمن علي طيب ثواني يا عبير ثواني ورجالك على طوله يا دكتور يا دكتور استنى انا لسه ما قلتش لحضرتك عالكلام اللي قالت هولي مش ممكن انا مشوفتش كده اعمالي نوتني في كل حتة ويطلعلي من تحت الارض زي الشطان يا هوليه يا هوليه هتبقاش تولتي اللسان احنا في مكان ما اعتبر هتجنق يا هوليه هو انا هاني الراجل داك عملتله حاجة ولا كنت احتجت بيه ما هو اللي بلتج علي وشافتيه اللي باب البلتجة وبيتكلمني في الوجب وفي الاصول يا هوليه اياكش يكون يا زيتي بمحافظة الاليوبية هعمل له ايه يعني اسمعي انا حقولك اسمع عابير عامل ايه البيت عامل ايه لا حدش جه انا اسفع سوري اه انا اسفع سوري اه فضاني انا انا بابا عابير ولدها يعني اه اه اهلا وسهلا اه بعد اذنك ممكن اخد حاجتي تفضالي دا احنا نزوّدها مرسي بقولك بس بستابل ان ايه دا من لحاجة يعني الشاي بالخمسينة متشاكرة قوي مرسي 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 ممكن اخرج لو سمحت ممكن اخرج لو سمحت اخرج لو سمحت لا لا نعم لا 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 ارجوك ما تنرزيش لو سمحت يا ثاني يا واحد ايه يا استفاروق انت ساحبة الدخان اللي عملها دي ايه انتقعت في غرزة المعاطث طب ما انا يا عم انت ايه مش تروح تشوف بنتك عمالها تسهل عليك من ساعة ما فقت طب ما لازم انشوفها طيب يا اخو يا الله خف نفسك انت هتخرج بالسجارة اطفيها وتفضل روح تشوف بنتك يلا اهو شكرين مع السلام يلا 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 اشتركوا في القناة 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 ق評وا أشأك خلقوا في قناة انت سؤول المك اللي حصل لي حادير من تحت قيدك والمرض الفازع اللي اتنقلها في المستشفى بتاعتك انا عمري ما حسكت عليه تيب تقولي ايه بقول لي ما مستحيل انخدع لحظة واحدة باني وحشة زيك ممكن يشتشيل في صدره قلب مني ادم عشان يحسو يتكثر بي وبل اللي جرالي وعايز أقول لحضرتك كلمة أخيرة بدل ما كنت تتأثر قوي بالأسلوب الساحر اللي أنا تكلمت بيه في البرنامج كان لازم تفكر مليون مرة في الرجل اللي أنا تكلمت عليه وشرحت حكايتي معاه يمكن تتعلم إنه أي حاجة وتعرف مين بيأتي الناس من غير تمن ومين بيسرق حياتهم وبيأتي عليهم بخير البنباية مش طبيع بجد مش طبيع الوال حسن يعمره ما عمله بالطعامة دي تقريبا تقديرا منه للليلة الجميلة دي عاوز ببدوئي بس مش بحيب المجملات ويراق بصراح ايه يا امر الاكل عامل دماغ علي قوي طبعا صح طيب بزمتك يا شيخها الاكلة دي مش اشيك واروش مينة مرة من الاكل الناشف اللي كان عامك شاوي عايزني اجيبولك يلا مع نفسك انت بقى كملي اكل غات انا معملي كوبايت شاي واجيلك تاني يا سوزي يا سو سوزي سوزي ايوه كيمو طيب سوزي بعد اذنك بقى تفتح انت الباب لكيمو وقلق لك بلايش انت لسا ما غسلتش ايه ديك ها 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 حاضر ياسي كيمو مالا? مالا? تجدتي هنا زي خيطم ده بدأك مالا؟ ايه يعني انت حرام عليك والله العظيم حرام عليك ليه كده؟ ليه عملت فيك كده؟ انت 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 اللي دخلت علي الشلي وطلعت الرصاصة من جسمي؟ انت اللي انقذتني من الموت يا دكتور؟ طب ليه؟ ليه ما قلتش كده من اول مرة شفتك فيها؟ هو انت تجديني فرصة انطق بكلمة ازربني لك جيمني اصرق في وشي وعلي صوتك على صوتي لكن ما تسيبنيش ما تسيبنيش اجرح الانسان الوحيد اللي دواني وين وادوس على كرابته كما واحدة بس يا دكتور كما واحدة تقولها في نص دقيقة ما ترحمني بيها من الورطة الفضيع دي؟ ما قدرتش؟ ليه ما قدرتش؟ مستهون بحجم اللي عملته معايا ما شايف انه حاجة عادية وما بتستهلش الكلام؟ انت مش عارف انا دورت عليك قد ايه؟ وعملت ايه عشان الاقيك؟ ما تقوليش انك مش عارف لانك شفتني في حلقة عبير وجيت لحدة عندي في القناة وجيبتلي بوكية واردو كارتة تهنيقة من غير مبرر ولا سابق معرفة وجيت لحدة عندي بردو في مستشفى الوفاء وبردو ما تكلمتش اتكلم اقولي ابتسم لك ابتسمة صفرة مليانة سخرية واستخفاف واقولك مش عايب بردو يا استاذة مش عايب انك تشتمل فرس المجهول اللي انقص حياتك وتتهميه بالفجر والفساد ايه؟ اشتري يعني ودك واحترامك ليه؟ بالعافية؟ بلوي الدرع؟ استغل اللي عملته معاكي علشان امن عليكي وعيرك بيه؟ لا 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 انا غمري ما كنت ححسها كده ابدا يا سالها انت ترجمتي اول زيارة عملتهالك باسوأ المعاني مجر ودحلابة خبص اجرامي واستغلال الفرص ومناسبات في خمس دقايق عملت مني شطام بس لبسوا دم بنيادا كنت عايزين اقوليه؟ ايه معنى اي كلامة تقل في الحصية دي؟ اقوليه ليه؟ يعني انت كنت جاية تقولي الحقيقة فعلا كنت عايزة رياحك وابرت قلبك من الحيرة اللي جواه كنت عايزة اردلك حقك اللي طلبتي مني وشاهدت عليه الناس كلها وحقك انت علي انا عليك تضحي بيه للدرجاتي حقك ايه؟ هو انا اتبرعتلك بكلية اي انسان طبيعي في موقفي كان هيعمل كده وزيادة كمان دلوقتي انت لو شفت واحد رجل مكسورة في الشارع هتعمل ايه هتسيبيه؟ ولا هتسندي على كدفك الاقرب مستشفى انا بصراحة مشايف اي بطولة في اللي عملته اوه انا لا 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 انا حاسن ودماغي حتنفجر على فكرة انت مش طبيعي وبعدين بقى في الست المجنونة دي انا برضو لي مجنونة تصدق فعلا انا اللي عملت عملية جراحية في منتهى الخطور على ترابيزة صفرة وانا اللي طلعت الوصاصة من جسم واحدة ست بملاقات حريمي وطلبت لها الاسعاف وروحت البيت ونمت وانسيت الفيلم ده كله وبعدين افتكرته بعد خمس ايام لما شفتها في التلفزيون وسعبت علي وقلت يا عيني دي بتدور علي اروح بقى اجيب لها بوكي ورد واحكي لها علي حصل ماشي ماشي انا معاكي نام وفرقة غريبة بس دي بس اللي غريبة ده انت كلك عجب وغرابة ومليون علامة استفهام ايه ايه ده؟ يعني ايه الشقة دي؟ يعني ايه جراح كبير زيك يسيب فيليتو الشيك ويجي يقعد في شقة شعبي في بيت قديم فحرة من حواري السيدة بيركن عربيته فيها بتلوعي الروح يعني ايه لما سلمان العيريني لما يختفي فجأة محدش يعرف يجيبه غير بنت شغالة في بوفي المستشفى وعلشان توصلوا بسرعة بتتصل بصبي القهوة اللي بيقعد فيها بيلعب طولة ايه 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 الى الغاز دي كلها ومين دي؟ دي سوزي يا سلام ومش حرام عليك تعذب سوزي كمان دي معاك تجيبها من الفيلا وتفرض عليها العيشة اللي انت عايشها دي؟ لا لو سمحتي انا ما جبتهاش من الفيلا انا لسه مشتريها من شوية من سباك في المونيرة بس سباك كده سباك؟ دكتور سليمان ممكن اشوف كرنين نقابة بتاعك؟ انت بتضحك على ايه؟ انا بتكلم بجد لا اوه فيش اي حاجة طبعا ده حقك وكل حاجة بس انا اصلي دلوقتي افتكرت كلمتين كانوا مكتوبين على ظهر التوكتوك في اببابة بس عجبوني اوه اوه واللهي؟ والتوكتوك بتاعك بيقول ايه بقى ضحكني معاك؟ رفع حاجبها ولا حدش عاجبها شوتي نزيزة زي؟ انا تعبت 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 قوي عمري ما حد في حياتي ضغط علي واجهدني وحيرني زيك كده انا نفسي اعرف انت مين؟ انا مين؟ انا مين؟ مش عارف بجد مش عارف سؤال صعب اوه يمكن علشان عمري ما فكر تسألو لنفسي ويمكن علشان هنيكي بتربكي هنيكي فيها لما غريبة او املك عملة زي نور الشمس مقدرش ابوصله كتير مقدرش استغنى عنه انا انا اقصد انك تتكلمني عن نفسك اتكلمك ازاي عن نفسي وانا تايفك انتي اجيب منين جرقة علشان اشرح لك حياتي وشخصياتي وافكلك الالغاز اللي محيارات كفاية وانا بحسس على كلك المنطقة قدامك اي طريق بيوصلنا ليكي بمشي على طراطيف صواباي مقدرش خاطر بالمكاسفة دي لاني حريص اوي اوي على الخيط الضعيف اللي رابطني بيكي مقدرش عملك مقدرش 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 مش ممكن دي احنا كده داخلين عالفجر مش بعيد انه السكان اللي حتى وقفين تحت البيت ومسكين المشاعل وبيقولوا البتاع دي اللي اسمها جواز عطريس من فقادة لا لا مش دي انت قصدك الغزاية لازم تنزل اه ايوه 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 بالضبط الغزاية لازم تنزل مش ممكن مين اللي قفل الباب كده على فكرة حضرتك كان لازم ترايح اساسية موقفي انت مش قامة واحد صاحبك طب والله العظيم تلاتة انت ست مجنون انا مش انتي اللي قفل الباب ده اول ما دخلتي بايدك بس ما احنا مش لوحدنا احنا مع ناس وزي اه 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 فعلا انا انا اللي قفلته طب يلا اقلع هدومك نعم اه 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 سري يعني غير هدومك ايوه فاهم فاهم الليه بقه عشان السادة نوجة والاخ كيمو عارفين ان انا جاي ااخد حضرتك لانقاذ حالة خطيرة بين الحياة والموت انزل دلوقت الواحد يقول لهم ايى دكتور سليمان عالج الحالب بتتلفون هه السادة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا وهو مدعوم بنفس معليك الحكاية كلها زي ما ساعدتك عارف انا نشاطي كله محصور في العمل الطبي وشوية استثمارات على قدي كده ومدتش لنفسي اي استعداد لتجربة خطيرة زي دي ومن وجهة نظرك ايه طبيقة الاستعداد المطلوبة من اي رجل اعمال عشان يلعب سياسة ويترشح في البرلمان يعني يبقى عنده خبرة معقولة في العمل العام الدعاية عنده رصيد مع الناس في العلاقات الشخصية والخدمات والمجملات وجيت نظرك دي عديمة قوي يا دكتورة انا قلت لساعدتك اننا انت ست شطرة ونبيها وقوية وعندي الكارزمة عالية جدا في شخصيتك مش موجودة في ستات كتير في مصر والتركيبة دي اهم من كل الامكانيات اللي قلتيها من شوية ده تقدير عالي جدا يا فندم بس انا مليش اي اختلاط بأهالي الدايرة اللي هترشح فيها مكان شريف يعني ببساطة كده انا ممكن اهالي ايه يا دكتورة انت مالك ومالأهالي الدايرة ماليساي بس يا محسن بي مش هما دول اللي بيحسبوا الموقف بأصواتهم في السنديق واضح اني سألت السؤال سخيف طبعا انت عارفة ان صد القرار بزيادة كوته المرأة في البرلمان ايه يا فندم عارفت من محسن بي مقعد نساعي من كل محافظة دي فرصة ما تتعوضش وعشان نستغل الفرصة دي كوي ساوي لازم نفهم ونركز ونسمع الكلام تمام ساعدك تمام جابر بي هو حضرتك مش الان مني احنا نهضر يا دكتورة احنا لما بنبدل لعيبه ان نزله في الوقت الضايع بالوقت وتأكدين كويس اوي من امكانياته وكمان متأكدين انه هيجيبهم تاريخي احنا نزله في الوقت الضايع احنا نزله في الوقت الضايع عليها علي رجلي موظفة انا اي حاضر حاضر احنا نزله في الوقت الضايع من جاي مقرون علي رجلي واحدة لا اتفاضل يا ستي ولا فوزير ولا حاجة هقول لك كل حاجة بعدين مش عارفة يا دعاء جداً انا مش فاهمة اي حاجة حسة ان انا بتعامل مع شخصية خرافية طلعالي من كتاب تاريخ حاجة اي دي اللي انتي عرفتيها تصوري لقيت مين النهاردة في لجنة السياسات لقوا ايه في اجتماع مظلق مع جابر وهدان دعاء انا مش حارف اتكلم دلوقتي في اي حاجة لا المعلومة دي بالذات لازم تسمعيها يا ملك ملك الو سامعين يا ملك 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 تأمين ايه يا جدا يا مجنون انت انت مستغني على الواد ولا ايه انت لسه هتستنى عشر ايام لغات ما التأمين يتعطف عليك ويدي الجواب تخش بيه ده كلام سام يا مام بسم الله الرحمن الرحيم بصي انا حديلك دلوقتي كرت حتروح بيه على مستشفى 57 لفسيد ده عارفها طبعا عارفها طبعا يا دكتور بص هم قالوا لازم ما يكونش دخل المستشفى قبل كده يا سيدي عارف والله عارف هم قالوا لك ايه ملكش دعوة اللي هم قالوا لك اسمع مننا هتروح للدكتور محمد الفئي الدكتور مين محمد الفئي الله ينور عليك حتديله الكرت ده وهيتصرف بقى ملكش دعوة هو حيحجزه وهيعمل اللازم وأنا حتديله تليفون قبلها علشان يبقى مستنيك ألف سلامة ليك يا أمر هتخفه هتبقى زي الفل ان شاء الله يلا سلام عليكم يحميك ربنا ويبارك فيك يا دم ربنا يا كرمك شكرا 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 الله خليك الله يحفظك ألف شكرا شكرا ربنا يا كرمك يا ربنا ملك انا برضو اللي ملك هتزاي عرفت ان انا ان فيش غيرها مفتاح سرديب الدكتور سليمية نوجة قالتلي انك بتصلي العيشة في مسجد السلطان حسن كل ثلاث وخميس ونبهتني اني لو ملحقتكش محدش هيعرف يجيبك انا بقى حموت وافهم انت ليه شاير الموبايل ده معاك ديكوري يعني ولا عامله منبهم مفيش حد في الدنيا بيه في الكرم لا 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 كده غلط يا ماما مش معقول انت بجد لازم الكهربائي ضروري اه كهربائي؟ ايوة طبعا طبعا لازم الكهربائي علشان يوطي الفولت يزبط الفيوزات انما الكهربا العالية دي على طول غلط صدقيني بص الحاجة بترفع ازاي سبحان الله تعالى فكرة ملكش حل انا برضو اللي مليش حل ايه ايه جمال ده انت لو كنت عشتي في العشرينات اكيد كان رسمك محمود سعيد ده لو كنت فلت يعني من تمثيل محمود مختار اهو ايه محمود والسلام انا حاسة اني اول مرة اشوفك بجد الغضب اللي جواي عماني وما قدرت شالمح الطيب والحنية العجيبة اللي ساكلها في عينيك طيب ايه بقى هتكلم انا ولا تكلم انتي ولا نجيب حد تالت هو اللي يبتدي الكلام سبتني لي يا دكتور سبتني لي بعد ما عملت كل ده عشاني طلبت لي الأسعاف ملك ارجوكي انا لا 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 انا اللي ارجوك تجاوبني ولازم تجاوبني مرة اللي فاتت لما وصلتني للبيت سألتك السؤال ده وتحججت ان الوقت متأخر والموضوع معقد وشرحه طويل ووعدتني انك هتجاوبني في اقرب وقت وفجأة اختفيت تاني زي ما اختفيت اولاني ودوقتني وراك اربعة ايام مروا علي وكأنهم اربعين سنة ليه يا ملكة؟ لاني مش عايزة اشك فيك مش عايزة اشك فيك مش عايزة اسمح لأي وسواس يدخل في اي صغرة في قلبي وتشككني فيك هيقولك ايه الوسواس ده ان الطلقة طلعت من مسدسك المخصصي كион تكثر بنفسك وبايدك وانك عملت اللي عملته معي عشان تحمي نفسك من المسئولية وتصلح غلطة غير مقصودة مش عشان تنقذني انا ده انت مدمنة أمي تابة شاب بس يا سادى هي فكرة برضه، ممكن على اعتبار يعني انان مر أن هكونت رايح قصطاة كلب بحر مش سمك تبوري بص يا سلمان والله العظيم لو ما تكلمتش الله 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 الواقوي سليمان دي هو كده بلا دكتور بلا استشاري بلا هم يا رب سوري سوري أنا أسفى وأنا أصلي والله مالك أنا عارف أنك أنت أسكى من كده بكتير تهالي أنت متأكدة من قلبك يعني إن ده كلام خائب معلش صح والله غلط على أموم يا سيتي مدام الفكرة دي جات في دماغك ولو اللسانية واحدة ده شعور أنا مش حاضر أن أنا أستحبلك أنا هؤلتك نعم حضرتك عايز تحجزني هنا؟ إيه؟ مش قد المقام ولا إيه؟ ها؟ هو أنتو خليتوا فيها مقامات نائي كلامك يا أستاذة نائي كلامك وما تخليش لسانك الميكي في النار إيه النار قربت تحرق البلد كلها باللي فيها من عميالكو يا سيادة الرائد وأنا كنت فهمة إن زكائكو هيسعافك ويخليكو تعيدوا النظر في السياسة اللي بتستخدموها مع الناس بعد الفضايح اللي اتسربت من إقسام الشرطة واتنقلت على الموبايلات ومواقع النات لكن الظاهر إنوكو لسا عايشين في جو القلم السياسي وزوار الليل ومش حاسين بلي بيجرى حواليك لا لا أنا كده استحملت كتير قوي وكلمة تانية اعجزني يا حازم بيه أنا عايزك بقى تحجزني ودلوقتي حالا وفي أسوأ ما كان عندك وعايز أمخلوق يمدي إيده علي أو يهين كرامتي بنص كلمة عشان لما أخرج من هنا وأقول كل اللي عندي لكل وكالات العالم يبقى لك الحق بقى بإنك تتهمني بإني جاسوس أبضوك ترجمة نانسي قنقر أنا لسا هتأكد يا فندم كفاية مقابلة ساعدتك والكلام اللي قالهولي محسن بيه قبل ماكي هي أصل بس الحكاية جد بشكل مفاجئ كده وساعدتك عارف إن أنا عارف يا دكتورة إحنا عارفين كل صغيرة وكبيرة عن حضرتك بس ده مجرد إجراء روتيني زي ما محسن بيقال لك وبعدين عشان ننال شرف مقابلة شخصية عظيمة زي ساعدتك ونبارك لك عن نجاح حبل ما يحصل مرسي يا وجد بيه وربنا يخليك أنا ممكن أطمع في سؤال صغير ها طبعا فضالي أنا أصلي لمحت الصحفية لإسمها ملك يونس دي في الطرقة وأنا جاية لساعدتك هي مقبوط عليها ولا إيه؟ ها في الحقيقة ما عنديش فكرة يا دكتورة أصلي ده ملف تبع الفكر والألام وأنا مسؤول عن النشاط السياسي وغيري مسؤول عن النشاط الديني زي المستشفى بتاعت ساعدتك كده ما فيها تخصصات آه طب كويس يا ستي لا مصيبة ولا حاجة ده موقف طبيعي جدا ومن المتوقع أن هو كان يحصل بنت زي الأمر زيك ومن عيلة كبيرة أكيد كل يومين هتقدم لها عريس خالد انت بتحذر مش كده؟ يا خالد انت مش عارف ماما ده لو حطت حاجة في دماغها وصممت عليها ما حدش بقدر يعارضها ولا يقول لها لأ لا نقدر أنا وإنتي نقدر على أي حاجة ما ده ما عايزنا بجد وما عندناش استعداد إن احنا تخلى عنا تحتاج أي ضغطة أو أي ظروف خالد ده مش وقت شعارات خالص أنا كل اللي أنا محتاجة من إنك تنقذني وتقولي أنا قادر أعمل إيه؟ ولا أي حاجة حضرتك هتستقبل الضيوف اللي جاين بكرة بمنتهى الهدوء والشياكة وما تحطيش نفسك في أي صدام مع ماما وما تتكلميش مع الدكتور سليمان في أي حاجة دلوقتي لحد ما أنا رتب نفسي وأفتح الموضوع مع بابا ويتلاقيني بسرب عندكو الشايف الفيلا تمش عندكو برضو الشايف الفيلا ولا إيه الموضوع فكيها بقى دمك زي العسل يا صلي يو يا شايناز ما تعصبنيش بقى الله أنا مش حيبني زهار دلوقتي إيه كلام الفارغ ده؟ يعني إيه عريس يتقدم لبنتي يوم يطلب أدها منك إنتي ويحدد معاهد وبعد كده تفتكر حضرتك إن ليه يا أبا عايش تقومي تطلبي مني والله ما قصدت إن ألغيك أو أتجاهل وجودك أنا كمان اتخطفت زيك كده بالزبط فجأة لقيت كاميليا بتكلمني في الموضوع وما فيه ساعة واحدة ولقيت الناس بتتصل بي وطالبين معاة في أسرع وقت لأن الولد بيشتغل في الخارجية ومسافر في مأمورية سريعة يعني الحكاية كلها مجرد سيارة تعارف ولما يرجع الولد بقى نبقى أنا أخد قرار وإيه إن شاء الله بقى حكاية الانتخابات اللي أنت ناوية تخشيها دي إيه حصلت فجأة برضو يا كمان ولا كنت مستنية لما صورك تتعلق يفت في الشوارع وأنا أقول يا سبحان الله يا أخي الست دي الخالق الناطق مرأتي مش بقول لك دمك خفيفي قوي النهاردة يا حبيبي ما هي دي المفاجأة اللي أنا كنت عاملها لك في الليلة السودة اللي خنتني فيها مع القطة بجد أنا مش أدر أفهمك يا شاية والله العظيم تلاتة ما أدر أفهمك أبدا عليك بإيه بالهم ده كله سياسة إيه واجع دماغ وانتخابات وبلاوي أنت عرفت فوقي من المستشفى وشركة الأدوية والهم ده كله أنا اللي مش قادرة أفهمك يا سلمان أنت ليه بتكره الخير لنفسك ولينا فرصة وجات لحد عندنا لقول لها لا معلش مش فضيل لك فرصة لإيه ومين إن شاء الله لدى لك الفرصة العظيمة دي أكبر شخصية في الحزم هو اللي رشحني وصمم علي يا سليع ولما هم حابينك قوي ومتوسمين فيك القير كده كانوا بيطلبوك قدام أمن الدولة ليه؟ يا موضوع أمن الدولة ده إجراء روتيني عشان أنا ده صحيح أنت فكرتني عارف أنا قابلتي مين هناك؟ مين؟ ملك يونس ملك يونس ملك تخضيت كده ليه؟ يا بسمع ها؟ مش أنا قلتلك إن أخرتها سودا إن شاء الله أنا فضلت الطول الليل أعمل اتصالات عشان أعرف إيه سبب وجودها هناك؟ وعرفتي؟ طبعاً الهنم جاسوسة يا دكتور بتتسطر ورا الصحافة والإعلام عشان تصرب خفايا المجتمع المصري وتنقلها لبلاد تانية الأستاذة ملك يونس الإعلامية المنضلة عضوة في منظمة ماسونية على علاقة بالموساد مش بهزلة وبس يا هاب دي كارسة تجسس يعني إيه تجسس؟ لا حول ولا قوة إلا بالله ملك وأكرم يا الحكاية بقت سهلة في إيديهم للدرجة دي يطلعوا تهمة من تحت الأرض ويلبسوا للناس كده علني بدون أي مقدمات ما هم أكيد يا رئيس كنا معتمدين على طريقة شغل ملك يونس الريبروتات اللي كانت بتقدمها كانت بتقدمها المحطات الأجنبية وخصوصاً السياسي منها هو الأسلوب ده يعني من اختراع ملك يونس واحدة بتشتغل ريبروتر في خناة إخبارية هتعمل إيه يعني؟ هصور فيديو كليب؟ طب ما يمكن يا رئيس تكون المسألة كلها مجرد لابس أو معلومة غلط وصطلهم عن طريق؟ لا 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 هاب سيبك من التخبينات السطحية دي الحركة دي مقصودة ومدبرة بن بدري عرف المشكلة في إيه؟ إن ملك يونس وسعت مساحة الصدام بينها وبين النظام وبصراحة بقى كان بيتأفور جداً في شخص الفترة اللي فاتت دي وده بصراحة بقى يعني عيب اللي يصدق خدعة الديمقراطية ببلد زي دي ويعشم نفسه إن فيه مساحة الحرية للصحافة بجد طب ده يا رئيس فيما يتعلق بملك لكن إيه معنى إنهم أغلاقوا القناة تماماً وتحفظوا على كل اللي فيها ومسكوا مع ملك أستاذ أكرم وميسة ودعاء ومهندس الكمبيوتر؟ هو لازم يعملوا كده يا إيهاب عشان القضية ما تبانش على إنها خصومة خاصة بينهم وبين الصحفية بعينها وإن القضية تتعلق بمؤسسها كاملة بتضر بالأمل القومة طب وأنا مش هنعمل حاجة في الموضوع ده يا رئيس؟ هنعمل إيه بس يا إيهاب يعني وأنا لو كتبت مش عارف هاجب مين؟ هاجب الدخلية ولا الحزب اللي بيحكمها ولا الرئاسة؟ هونت أصلك يا إيهاب لما تيجي تكتب لازم تحد الخصم اللي حتكتب عنه؟ وإن اللي بقى حتخبط في الظلمة وتلاقي نفسك محبوس معاهم وتواجه نفس المصير؟ أنا هشايف يعني إن إحنا لو كتبنا دلوقتي تحديداً يعني مش هنفيد بحاجة يعني ده ممكن يساعد على انتشار الإشاعة يعني ويأكدها أيو راس بس إحنا لو ما تكلمناش فيه غيرنا هيكلم ودي واقعة كبيرة والجراد هتكتبوا وتنشروا يحسين يسيبهم وتكلموا وبعدين نبقى الرد عليهم أصلحنا بصراحة بقى يعني لو خدنا أي مبادرة دلوقتي ممكن نقذي ملك وأقرب أيو عبير إزايك؟ تعامل أي دلوقتي؟ أكرم؟ لا وأكرم هو تقريباً سافر سافر؟ سافر إزاي؟ قصدي سافر إمتى؟ لا أبداً بس هو كان المفروض يعد علي مبارع وما جاش وما اتصلش فقلت اتطمن من حضرتك تشكر قوي أساس جلالي لسه يا صمر؟ والله لسه يا بنتي الرقمين مقفلين طيب ليه كده بقى؟ يعمل فيها كده ليه؟ أنا عارفها متأكد أنه ما سافرش ولا حاجة مش عايز يتعب نفسه ويجيه خلاص يقولها في وشي بس مايرخصنيش كده حرام عليك يا أكرم حرام عليك ميت برة أقول لك خف على البيت شوية وما تبدأش العشام ده كلهم عشان ما تتعلقش بيه تهيلي موافك أنا؟ ساعتك اللي بعدتلي يا فندم آه أفتكرت باهيلي الناس اللي شغلين مع نصوص أكرم بسرعة عاوزهم هنا كلهم قدامي يا حاضر يا فندم حيكونوا قدامك حالاً اللهم أعرف هدعيلك ولا هدع عليك يا أكرم يا هبير مش كده حرام عليك هو هنخرب المطب اللي ندخل فعني المنه أنا باتبع نفسي يا صمر أنا عارفة أني باتبع نفسي كده بتكده وصدقتان بس عامل افقل في الجاهل اللي مبسوط بالكدبة وعايش فيها عامل ايه؟ أنا خايفة خايفة الوسواس اللي جواي ده يكون حقيقة خايفة تكون الصراحة والفضفضة اللي كلبته بها أحر وره خلته ياخد قرار إنه يبعد عني وعن جنوني ويزمني يزمني تصور أنا أخيبة يزمني 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 الشفة حبيبتي الشفة الحباية اللطيفة دي بقى حتخلي عصابك هادئة ولا كأنك واخدة دوش بارد في يوم حر خنيئ تسلم إيجاك يا بابا ايه يا أمه ايه ايه يا دكتور ايه هو اللي ايه شايفة عصفرين ركنين على جنبه وعملين زقزقه وقفالهم ليه زي الخميس أنح كده اه اه طب والنبي خلاص ما تزعل مني انا ماشي اهو والله كبرت يا شاهد وعينك فتحت عالسياسة وانشغلت بقى وجاع الناس لقوا حبيتي حبيتي وبتدفع عن حبك بعمف وباستماتة حتى لو كانت المواجهة دي حتكلفك حبس انفرادي في البيت وحرما من التليفون والنت والمسيجة هو ده بقى الوقت اللي كنت عايزة تقوليلي عنه يوم جالك العريس البلاستيك بتاع تانتة جدا ايوة يوم حضرتك سبتاني وقلتلي نأجل الكلام لوقت تاني انا دايما كده عامل زي البوليس في الافلام العربي ماجيش الا بعد ما المصيبة تحصل والمجرم يكد ماجيش انا ماجيش انا ماجيش انا اتفضلي يا عمر ايه ده ده عدد واحد لابتوب جديد اشد ميت مرة من اللي صحبته ماما مرفق بيه عدد واحد يو اس بي براحتك يا باشا بقى اه داونلود اه تشات اه فيسبوك اول كينز اوف خزع بلال حمديني يوم لسا 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 في كمان عدد واحد موبايل جديد فضيع عليه خط ماركت اتكلم على مزاجك يا عمر بس ان طبعا انت عقلة وفهمة ان الممنوعات دي ما تظهرش قدام الرقابة الادارية وقالله هتبقى مدبحة ومصيبة سودة بقى لو نكحت في الانتخابات هنتشيع انا وانتي على مزعبة العيدل يهححححححح حاحا بس انت واثق tapeava بمتأكد ان انا عمري ما استعمل حقيقة دي في حاجة غ Latin مش كده غلط اي بس يا شعت لحبابتيي انا اللي غلطتم هيك انا اللي اتخليت عنك في اللحظة اللي كان نفسك فيها تصرحيني بكل حاجة اسمه ايه بقى ودي الساف اللي بيحبك ده خالد 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 اسم مش بط بجد رب نخليك لي اسمه طارق طارق الشازلي طارق الشازلي الاسم ده اللي رنى في ودني زي ما يكون اه مهو ده رئيس النيابة اللي حقق في قضية شاهد بنته دكتور سليمان ايو 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 اللي سليمان سألوا عن موضوع ملك عشان يتأكد من حكاية مباحثة من الدولة وانت اللي اقتراحتي على انه اه يا لقينا يعني انت كنت بقى جده عشان خطري ما تصعبش الحكاية علي اكتر من كده بس والله العظيم انا ما قصدت تخيب السولة اعمل اي حاجة ما لك يا جد ايو لا ابد انا اصلي افتكرت حاجة كده بسيبك منها دلوقتي شوف يا بنتي اذا كان قاصل الخير معاوج الحلال يبقى مبروك عليه الهدية اللي هيخدها من ربنا حبيبك ربنا يخدنك لها جد والله العظيم ده مؤدب جدا واني محترم مش انا اللي عاكم عليه اذا كان طيب ولا فلاتي ولا مؤدب الوحيد اللي حيفصل في النقطة دي هو عمكس الاماني ايه يا دكتور هو حضرتك ماشي من غير ما تتكلم مع الدكتورة وتشوف لنا حل ما ترحميني بقى انت ايه بيت انت بالزبط حماتي يا ساتر عليكي المهم انت بس بلاش اللوك لوك بتاعك اللي انا عارفه كويس ده الدكتور جيه وقلب الدنيا يا دكتورة وجاب للانيسة شقة ده حاجات يا دكتورة ومرضيش يكلمك انت فاهماني طبعا حاضر يا دكتور بقولك ايه يا بيت انت امك عاملية ببقى نحمد ربنا يا دكتور الحمد لله بقت زي الفل بتاكل وتشرب وتتحرك زي الاول واحسن كمان وابتدعيلك في كل ادن والله ربنا يبارك لنا فيها ويكرامها مسيكة مسيك بقى عايزك لقى جهزة الجاية لما تروح لها تغذيها كويس كده والغزة الكويس مش محمر ومشمر وغباوة يعني تدلعيها كده ماشي؟ ربنا يخليك لينا ويبارك لنا فيك وميحرمناش منك يا دكتور بس برضو حضرتك دايما تظلمني وتفتكر ان انا يعني ممكن اما هم بقى الشوية دول اللي بيأكدوا لي ان انا قدام عميل مزدور والله ابدا يا دكتور ده انا عمري ما اعمل كده ده انا خير حضرتك مغرقني طيب طيب حلص حلص المهم بقى انا رايح البلد يومين امرى على المستشفى عايزك تاخدي بالك كويس اوي من شاهد والطمينيني اول باول اول ما تشوف الدكتورة خرجت تتصل بايا على طول كويس؟ حاضر حاضر يا دكتور طيب كويس وميش امتة بالزبط يا نوسا؟ ما اللي كيش هيرجع من البلد امتة؟ طيب خلاص خلاص يا نوسا خلاص مش مهم يا الله سلام شو شو انت فعلا متعمدة متشوفيهش؟ ويا رب بقدر اعمل كده لحد من اللي انت خبت تخلص طب ليه؟ بتعملي كده ليه؟ انا مش قادر افهمك افهمك كل حاجة لما نروح البيت لان المصيبة اللي حوالالك مش هيخلص فيها الكلام لحد الفجر اه يونس عطار في السود والدي الهلالية اه سلام على تجار رد ورتاحية وأنا عياه حموش بلجل داوين دسم البلد مصيري طلعي الجليلية يوص خطاك السيد ايه؟ تيجيت اي انا ازاي؟ ما لكش دعوة بي انا جيت ازاي؟ طيب ممكن تهدي؟ ايه دي بس عرشان نعفنا تفاهم؟ بقول لك يا رزق يا ابني عايزك تستنى على البوابة لو اي حد عد عليها قوله الدكتور عنده ضيوف وانا حبقارن عليه لا برسيه حبيبي يلا يلا روح يا ابني سانية واحدة بس سانية واحدة السلام عليكم يا عمد انتو في المستشفى ولا؟ لسه في المستشفى طيب صلي بينا على النبي بص بقى الضيف بتاعنا اول ما تخلصوا المستشفى هتطلع بيه على الدوار عنده اه لا متعديش عليا بقى عشان انا عندي ضيوف يا عطيه انت ملك عندي ضيوف من ليبي يا عطيه ماشي انا حبقارن عليه مع السلام يا حبيبي بتشك فيه يا سلمان؟ بتشك فيه انا؟ بتخوني؟ كلمة واحدة بس تتقلك بالكذب بتهز ايمانك بيه وفكرتك عني وكل بشعرك نحياتي؟ كده يا سلمان؟ كده بالبساطة العجيبة دي؟ ده بدل ما توقف وش الدنيا كلها وتدفع عني في غيابي بتقولي بقى على حسك اي حد ممكن يخوني ويخدر ويبيع بلده يأجر زمته بالفلوس إلا دي؟ طب فين؟ فين المعنى الرهيب اللي قلت وقولي فين؟ لحظة ما شفتك وانتي ماشي على الرمل يا ملك؟ خطفنيش جمالك ورقتك هقدم لمستني روحك لون قلبك وبرقته وشفافيته هه بتسرح بيه يا دكتور؟ كنت عايش في لحظة انسجال بتغني فيها مع نفسك وبتهزف عسف المنفرد على العود بتاعك انت فكرة كل لقلطولكم بس انت نسيته بلعته في لحظة واحدة صدقت علي الخيانة زي ما عملت فيه الناس اللي ما بتعرفنيش أنا غلطة منك أنا أسف أسف سليمان أنا أنا تهنت مهدلت أخسرت أسلي وسمعتي تحبست في قوضة ضلمة زي المشبهين والحرمية ويتمسح بكرامتي الأرض لكن محسيتش بلحظة واحدة الواجعة والنار اللي حرقت اللي لنبعرفت إنك بتشك فيها كل يوم كان بيعدي علي ولا فأمن الدولة كان يزودني جرأة وصلابة أحساس بالشرف سبت رجلي ويرفقها راسي كلمة واحدة بس قالت من لسانك لجلال السنوسي كسرتني يا ستنادي مش لوحدة كمان أنا كمان اتكسرت أنا كمان خدت رصاصة في قلبي زي اللي خدتها في السياحل وأنا دلوقتي اللي مجروحة لنا يا رصاصة إيلي بتتكلم عنها؟ بتتكلم عن البلد البلد اللي أنا عشته طول عمره بتخزي في جمالها وتمرمخ في طابقه وفاجأة غضرت ليها والهجل في الأخير فاجلاها بني وبدتني حدة ألمك يا رصاصة يا رصاصة يا رصاصة يا رصاصة في وقتني من حلم الخاير اللي أنا كنت عايش في كل حياتي بس حيث لقيت نفسي عايش في مهارة مطاريت قدل وخطف دم سحر وخرافات أعراض محصوبة كتب وتضليل تزوير وبلطاجة بلطاجة في كل حدة أي حد يقدر عليها لا لك لو أنا غالي عليكي فعلي أرجوك يساعديني أنا محتاج لي تفتكر أنا ممكن أساعدك الزي خليكي جمعي تتسكني إيش أنت دلوقتي تتقامسها الوحيدة الحلوة اللي فوسط كل البرار دا أرجوك يساعديني من أنسك والأعزاب حد إنت يا سلمان حد إنت حتبدل نغمض عينيك عن الجرح عشان تنسيتنا لو عايز تخس منه فعلا ما لازم تفتح الجرح بإيدك وتقيس عوق فعلا وتشوف هو وصل لحد فين قبل ما تطلع منه رصاصة سهي ما عملت معي في الساح باستكيني قصدي سكوتك علي بيحصل حواليك واس ايه يا ملك ايه يا ملك ايه يا ملك سكت اللي توصدي ايه بيحصل حواليك واسكوتي علي كلام يا ملك ملك تكلمي أنا ليه دايما حاسس أن في حاجة تخصني أنت عارفها ومش قادرة تواجيني بها في ايه سليمان لو سمحت روح غير هدومك يا دينيلا على غير هدومك انت يا ست انت هتعودي كل شوقت نوطيلي في مكان شاكل وتقول لي لي قوم غير هدومك تحب حضرتك ألبسلك ايه سليمان روح غير هدومك قبل ما أنا غير رأيي طب في ايه عايز أفهم فاهميني عايز تفهم ايه ولا ايه سليمان في مصيبة سودة بتحصل في النصة الشفيات بتاعتك مش حقدر أوصفها لك باللساني عشان لازم تروح تشوفها بعليك اشتركوا في القناة